اشتركوا في القناة بنحاول جاهدين جدا ان احنا نلبي احتياجات حضراتكم من اسئلة كتير جدا بتكون في ازهانكم وبالمناسبة يا جماعة احنا برنامج خبري بيعتمد على الخبر وعلى المعلومة ملناش علاقة بالجوانب تحليلية لان ده مش اختصاصنا خالص احنا مش بنحل الكورة احنا ناس بنقوم باللي المفروض الاعلام يقوم بيه اللي هو ايه انت حركة مشاهد عايز خبر عايز معلومة عايز قضية تتناقش هو ده اختصاصنا حاجة ليه علاقة بالجانب الفنية بنجيب فيها راجل بتعقورة فاهم يقدر يحلل يقدر يتكلم في الجانب الفني واحبه اوي موضوع التخصص احبه اوي اوي لكن ده اساس التوكشو يعني في الاخر انك تتكلم على اخبار وتتكلم على معلومات بتقولها وبتناش قضايا مع الجمهور ده امر غاية في الاهمية بالمناسبة جزء تاني الحقيقة النهاردة حينورني ويشرفني المهندس شريف العريانة الامين العام للجنة الاولمبية المصرية ورئيس الاتحاد او اتحاد الخماسي الحديث لقاء مهم جدا جدا هنتكلم فيه عن جوانب عدة تتعلق بدورة الالعاب الاولمبية هنتكلم على جوانب تتعلق به كمان التحاد المصري للخماسي الحديث عندنا اسئلة كتير جدا هنتكلم عن المهندس شريف العريان في الجزء التاني من حلقة اليوم لكن الاهم الخاصة بموضوع فتوح وعارف ان الجمهور الاهلي بيسأل في قصة محمد علي بن رمضان هقول لحضراتكم اللي حصل النهاردة في الجلسة لما او على قدر المستطاع او زي ما قدرنا نوصل لبعض المعلومات المهمة في الجلسة التفاوضية او الجولة التفاوضية الجديدة اللي كانت ما بين النادي الاهلي وما بين الفريق المجري بس خلي بالكم طويل معاية عشان النهاردة التفاصيل كتير هبتدي موضوع فتوح لان تقريبا كل اللي احنا حكينا لحضراتكم اخر 48 ساعة هو بالضبط اللي حصل هو بالضبط اللي حصل بتأكدها بتصرحات المحامي بتاع المحامي بتاع الفقيد تمام بخصوص كمان قصة بتاعة المستشار المرتضى منصور هقول ليه دخل في الموضوع ولا لا او اكدنا لحضراتكم انه مالوش اي دخل وان الناس عائلة الفقيد ما تواصلوش معاه او ما فيش اي نوع من التواصل او هوا ما حلش اي حاجة وقلت لحضراتكم انه فيه راجل عرباوي عرباوي في وقت معايدا حقول لكم الاسم بتاعه تمام هو اللي قاين بالقصة وهو وجنش اللي شغالين بشكل كبير جدا في محاولة اه التصالح مع عائلة الفقيد الله يرحمه اه ضحية حادث احمد فتوح النهاردة كانت جلسة المحاكمة براح قلت احراركم بنسبة كبيرة حيبقى فيه تأجيل بالفعل التأجيل اللي جلسة ستاشر سبتمبر وده اللي قررته محكمة جنيات مطروح الدائرة التانية برئاسة المستشار امجد السيد عوض رئيس المحكمة النهاردة الساعة عشر الصبح كان وصل احمد فتوح في حراسة مشددة اه اه او حراسة امنية مشددة مؤمورية اه او بمؤمورية امنية خاصة جدا لمحكمة الجنيات وانطلقت الجلسة بالتحديد في تمام الساعة الثالثة مساء اللاعب ظهر زي ما حارككم شايفين كده في قفص الاتهام ملامح الالأ الخوف يعني الله يكون فعون احمد فتوح بصراحة يعني والله يكون فعون اهل المتوفي عشان برضو يا جماعة منبصش للموضوع من منظور واحد يعني الناس متعاطفة مع احمد فتوح مين ما يتعاطفش مع احمد فتوح اكيد لازم تتعاطف مع اي بني ادم محطوط في الموقف ده لان ده وارد ربنا يسترح علينا كلنا يا رب وارد ان يحصل وبالمناسبة يا جماعة ده بيحصل وفتوح بس عشان نجم كبير ومعروف اسمه وكلام من ده وانه لاعب في نادي الزمالك نادي عريك وكبير وعظيم يعني فطبيعي الموضوع على المستوى الاعلامي بياخد حيز كبير لكن الحوادث اللي زي دي بتحصل تريبا للأسف الشديد بشكل شبه يومي فموقف صعب فالله يكون فعونه ومنظر طبعا صعب جدا بالنسبة للفتوح يعني الراجل محامي فتوح طلب ايه قالك من هيئة المحكمة يعني جنات مطروح قالك انا بطالب باخلاء سبيل موكله باي ضمان تراهي المحكمة لحين المرافعة في الجلسة القادمة وقالك هو لاعب بيلعب في منتخب مصر يعني في اعتقادي الشخصي مع كامل احترامي وتقديري اسباب كلها مش مقنعة بالشكل الكافي يعني مش مقنعة بالشكل الكافي لكن في كل الاحوال ايا كان لاعب بيمثل منتخب مصر او طالما فيه حاجة حصل طالما فيه خطأ ما اكيد فيه محكمة فالمحكمة لازم بتكون عادلة على الجميع مش يعني تيجي مع ناس على حساب ناس اخرين على حسب الشهرة على حسب كلام ساعاتنا بيبقاش غير ما بيبقاش منطقي او موضوع يعني للاسف الشديد لكن في كل الاحوال هنتابع القصة هتمشي ازاي خلال الفترة اللي جاية يعني والراجل كمان محامي احمد فتوح قالك ان الحد الولايات يفيش تقرير رسمي بيوز بالتعاطي موكله لمخدر الحشيش كما اشيع وده اللي نفاه احمد فتوح النهاردة لما القاضي سأله يعني قاله انت كنت في حاجة او مخدر معين تناولته قاله لا ما خدتش مخدرات خالص الحاجة التانية قاله انت كنت ماشي على سرعة كبيرة قاله ان كنت ماشي على 110 او 120 السرعة الطبعية قاله انت قتلت او الراجل مات بالخطأ يعني او قتلته او تسببت في قتله بالخطأ ففتوح قاله والله ما كنت اقصد وده اللي دار يعني بخلاف ان محامي احمد فتوح يعني اتكلم برضه على ان هو العائل الوحيد لأسرته وعنده بابا ومامته يعني كبار في السن برضه بيحاول بشكل او باخر انه هو يعني يدي افراج لموكله لحين الجلسة الموقع الجلسة المقبلة انا بس الاهم كمان بالنسبالي بخلاف هذه الامور يعني ان تصرحات شنودة مكارم محامي أسرة المتوفي في قضية احمد فتوح قالك ايه ايه ده انا واضحة جدا 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 ليه المتحدث الرسمي اللي نادي الزمالك اللي قدل بتصرحات غير مقبولة اللي بيقول كده ايه ده شنودة مكارم قالك تصرحات بتاعت المتحدث الرسمي كانت غير مقبولة والامانة هي غير مقبولة وغير مسؤولة من الاخر يعني المستشار المرتضى منصور وده اللي احنا قلنا لحضراتكم مبارح في عز ما الناس كانت بتشوف الفيديوهات المنتشرة ان المستشار المنصور هو اللي بيحله وفين مجلس ادارة نزة مالك وفين 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 والكلام ده مش حقيق بالمرة زي ما اكدنا لحضراتكم مبارح ما كناش نعرف الراجل هيقول النهارة اهل الراجل قالك المستشار المرتضى منصور لم يتواصل مع اي فرض من افراد الاسرة ولا صحة لما يشاع حول قبول الدية او دفع جزء منه وده برضو اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه مبارح ان كان المفروض الجلسة اللي حصلت مبارح كانت الجلسة حيتم مناقشة فيها موضوع الدية والوصول لصيج التصالح قبل الاجراءات الرسمية بتتعلق بالشارع الاقاري وكل هذه الاجراءات فالناس لما ابتدوا في الجلسة اللي حضرها شكبالة وبعد نجوم نادي الزنايك والكابتن عد واحد السيد والمهندس الشام نصر فبدأوا في الجلسة دي ايه يعني يفتحوا جزء من الكلام في حتة الدية فالناس اهل الفاقيد قالوا لك لا احنا ده مش مجال انتوا جايين تعزوا واحنا بنقبل العزة بتاعكم مش قابلين خالص ان احمد سالم يجي فرفضوا حضور المتحدث الرسم باسم نادي الزمالك لكن انتوا على العين وعالراسط يجوا اهلا وسهلا بكم بتقدم واجب العزة لكن الحديث عن الدية ده مش وقت ولا مجاله واحنا لسه دم يعني دم الفاقيد بتاعنا ما بردش يعني يعني بقولك بالضبط المصطلح اللي تقال يعني تمام فوقلت لحالكم انها هيبقى في جلسة الاسبوع اللي جاي هيبقى في جلسة الاسبوع اللي جاي كانت المفروض تبقى في جلسة النهاردة بسبب امور مختلفة ما حصلتش النهاردة لان الجلسة كانت المحاكمة بتأهية الاساس طبعا في كل الاحوال فالاسبوع اللي جاي من المتوقع تبقى المعلومة اللي عندي انه هيكون في جلسة واللي بيحاول بمنتهى القوة في حل هذه الازمة او في الوصول لصيغ التصالح مع اهالي الفاقيد هو الشخص العربوي اللي في الوقت اللي ناسح هقول لحراركم اسمه وايضا بعض المقربين جدا من فتوح ابرزهم جنش وابرزهم الحج فكروني اسمه الحج سمير اللي هو كان بيتقال ايام مفاوضات تجديده مع الزمالك هو خال فتوح اكمل لكم تصرحات الراجل قال لك حكم تأجيل القضية حتى منتصف شهر ستبتبر اعتبر خطوة ايجابية لأسرة المتوفي ولو كان اللعب قد تمت محاسبته منذ البداية عندما قال الرئيس نادي الزمالك انها تعطى المقدرات لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم وطبعا فاكرية التصرحات اللي كان قالها الرئيس نادي الزمالك السابق قال لك لا صحة لما يقال بان المتهم كان بحوزاته اي مواد مخدرة حتى هذه اللحظة لا توجد اي مؤشرات على وجود الصلح ولا توجد اخبار تؤكد ذلك وده حقيقي لحد دلوقتي لكن المحاولات قائمة والناس محترمة اوى يا جماعة الناس محترمة اوى اهل الفقيد يعني الله يرحمه بيأكد على ان الزيارة اللي كانت تنبرح لتقديم واجب العزاء فقط ولا صحة لزيارة المستشار المرتضى منصور زي ما اكدنا لكم برضو لانا على مسابق تأخر نادي الزمالك في تقديم النعي وبصراحة نادي الزمالك ما كانتش موفق ابدا 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 في التعامل مع هذه الازمة ابدا للامانة الشديدة يعني بالفعل طالبة دي برضو تصرحات شنودة مكارم قالك بالفعل الاسرة او اسرة المتوفي طلبت اعتذارا رسميا المتحدث الرسمي احمد سالم ودي اقل حاجة مسألة التصالح تخص الاسرة فقط ولا استطيع البدت في هذا الامر يعني اتكلم في بعض الامور الشخصية تتعلق به المتوفي فدي القصة بتاعت احمد فتوح الجلسة ان شاء الله يوم 16-9 ربنا يفك كرب يا رب ويعدي من الازمة دي على خير باذن الله واحد احد بالشكل اللي يرضي كمان اهل الفقيد لان المواقف بصراحة المواقف صعب اوه 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 اتمنى الناس تتعز من الحاجات اللي زي دي او المواقف اللي زي دي النازل بالنازل تتعز يعني فده بخصوص موضوع احمد فتوح طيب بما اني ابتدت موضوع احمد فتوح فخليني اكمل اخبار الزمالك قبل ما اروح لاخبار النادي الاهلي الحديث دلوقتي كله على اشرف بن شاري وحقيقة التوصل الاتفاق نهائي مع اشرف بن شاري وهل اللاعب وقع على عقود انضمامه النادي الزمالك ولا لا المعلومة اللي عندنا يا جماعة ان بالفعل في اتفاق مبدئي مع بن شاري طب هقولك بالارقام الاتفاق المبدئي ده ايه واحنا على فكرة تكلمنا في القصة دي برضو من ايام يعني قلنا الناس زيزو في كل الاحوال مش يزيزو ممشيش زيزو الفلوس بتاعة زيزو موجودة مش موجودة هيكمل زمالك الموضوع ما بقاش اوبشن بالنسباله فكرة انه ما يجيبش اشرف بن شاري وانا بقول لحضرتك الصفقة سهلة جدا لاعتبار اخر غاية في الاهمية الناس مش واخد بالها منه الناس اللي قال انا ان اشرف بن شاري ما يجيش ناجز زمالك لا فكر انت مفيش ولا نادي حتى هذه اللحظة مقدم عرض الاشرف بن شاري انه اتعاقب معه اصلا اشرف بن شاري هو اكثر حرصا على الانضمام لنادي الزمالك عايز يستعيد بريكو عايز يستعيد نجوميتو جمهاريتو وكان هو الطب في نادي الزمالك اشرف بن شاري هو وساسي لو تفتكروا الفرقة التقيلة او اللي كانت موجودة في نادي الزمالك فرقة عظيمة ما كانوش موفقين في بعض البطولات لكن فرقة تقيلة احد ابرز العناصر كان اشرف بن شاري فالقصة مش اوبشن بالنسبة لمجلس الدارة النظامية هتجيب اشرف بن شاري يا هتجيب اشرف بن شاري طولي قزمة القيد قلتلك القصة هتتحلي امتى في اخر يوم او اليوم اللي قبل الاخير في فترة القيد وازمالك هيقيد اشرف بن شاري في القائمة الافريقية وهي لعمطش السوبر قدام الاهل يوم 27-9 بخلاف بعض الصفقات الاخرى اللي الزمالك حسمها اصلا لكن خلينا في حتة اشرف بن شاري اذا ماك اتفق مع اشرف بن شاري على مليون ومئة الف دولار وهقولك التفصيلة في ايه دلوقتي او ايه العقق الاخير اللي حيتحل اللي حيتحل مليون ومئة الف دولار هو عقد اشرف بن شاري بخلاف عقد اعلاني هيوفروا النادي لللاعب ولو حد من رجال الاعمال هيدفع حاجة بخلاف الرقم ده اوكي بس الاساس ده اللي انا بقولك عليه فمليون ومئة انا شوفين ده رقم كويس جدا وصل ليه نادي الزمالك بعد ما كان القصة رايحة مليون وبعدين مليون تمومية وبعدين مليون سبعمية مليون ومية ده امر ممتاز طب القصة في ايه دلوقتي القصة ان الراجل اشرف بن شاري عايز مقدم العقد عشان يوقع طب الرجل كان عايز المقدم كام؟ سبعمية الف دولار عن الموسم الاول الوماي جماعي حاوليلي سبعمية الف دولار انا معاكم يلا زيف ف fulfilling لجلكم في اي وقت انتوا عايزينه واعلنوا واعملوا اللي انتوا عايزينه فالناس في نادي الزمالك اتفاضوا على المؤد قال لك لأ بلاج سبعمية خلينا في التلتمية قال لك لأ اصل التلتمية طب ربعمية الف دولار احنا هاندفع ربعمية الف دولار المقدم اonnaise فمبدئيا اشرف موافق ربعمائة ألف دولار أشرف بن شرقي موافق هل تحولت الربعمائة ألف دولار؟ لسه تتحول الربعمائة ألف دولار مقدم عقد أشرف بن شرقي الجديد مع نادي الزمالك يوقع اللاعب يعلن نادي الزمالك عن صفقة قوية جدا جدا لصفوفه فأنت بتستعيد أشرف بن شرقي في ظل المحاولات القائمة في مجلس دارة نادي الزمالك لحفاظ على أحمد مصطفى زيزو اللي بالمناسبة دلوقتي وأنا بتكلم مع حضراتكم في جلسة ما بين زيزو وولد زيزو مع الكابتن حسين لبيب في منزل الكابتن حسين لبيب والمعلومة اللي جات لي قبل الحلقة مباشرة أن تم رفض عرض نيوم السعودي من قبل نادي الزمالك بشكل رسمي هل يعود نادي نيوم السعودي أو بعرض جديد لنادي الزمالك؟ ربما بس أنا أقول لك آخر عرض ترفض بشكل رسمي في نادي الزمالك طيب الجلسة اللي بتحصل دلوقتي إبما إنها خلصنا بقى موضوع أشرف بن شرقي الجلسة اللي بتحصل دلوقتي الهدف منها اللي اتفاع التجديد مع زيزو الناس زيزو والد زيزو هما بيفكروا بشكل احترافي للغاية انتوا عايزيننا موجودين احنا موجودين في عرض مناسب بس لازم يكون مناسب لنا كمان فكرة الدوري الدرجة التانية في السعودية كانت لا تلقى قبول ابدا بنسبة 70% دي النسبة بالضبط عند زيزو والمحطين بزيزو فبالتالي ما كانش فيه تحمص للعرض بتاع نيوم ايضا ما فيش تحمص للذهاب للدوري الكاتري رغم الاغراءات المادية الكبيرة جدا اللي جات لزيزو المختصر المفيد المختصر المفيد لتالت مرة هقول لحضراتكم الرغبة عند الطرفين ان القصة تخرص ومش اي حد حيقول لحضراتك الكلام ده مش اي حد حيقول لحضراتك الكلام ده زيزو ما عندوش مشكلة انه يمشي ونادي الزمالك ما عندوش مشكلة بل نفسه ان هو يستفاد من زيزو لان الناس في عقده سنة في الوقت اللي الاستاذ مندوح عباس رفع ايده لانه ما عجبوش من الاخر اسلوب ادارة ملف زيزو النهاردة كان في تويتل الاستاذ مندوح عباس اكبر الدعمين لنادي الزمالك على الصعيد المادي بالتابعية موقف زيزو خلال الجلسة النهاردة هو الحديث عن طب احنا مش هنمشي كزيزو اعني مش همشي هاخد كام في عقد الجديد والقصة هتمشي ازاي اهي دي تويتر بتاعت الاستاذ مندوح عباس انا لك انا ناس لست مفوضا نيابة عن ادارة نادي الزمالك في تعاقداته او تجديدها او الاعراء او الشراء او البيع كل هذا مسؤولية مجلس تم انتخابه يوم واحدة عشرين اكتبرا عشرين تاتة عشرين وشكرا في الوقت او لو تفتكروا حراكم كان في تويتر اخرى من اكتر من تلات اربع شهور اللي الاستاذ مندوح عباس بيتكلم فيها على ان فكرة رحيل زيزو اصلا غير مطروحة وان زيزو هيكمل في نادي الزمالك حسم من خلال التويتر دي دلوقتي الوضع متغير شوان فالناس في نادي الزمالك عايزين يستفدوا مادية من زيزو عشان يقدروا يحلوا بعض الامور المختلفة مخرج لكن هناك مخرج اخر عزيزي المشاهد قلت لحضرتك عليهم بارح وهو العرض المقدم والقائم من الدوري الاماراتي لسيف الدين الجزيري بـ 2.500.000 دولار 2.500.000 دولار يعني في عرض مبدأي بـ 2.000.000 يوصل لـ 2.500.000 من احد الانديال الاماراتي العرض قائم النهاردة ما فيش جديد بخصوص العرض ده سانة بأكد على المعلومة بأكد على المعلومة فممكن يكون ده حل اخر لنازل زمالكي بقى انا كسبت من شرق حفظت على زيزو خدت مقابل محترم قوي من بيع سيف الدين الجزيري لو انا قررت بيعه لسه زمالك ما قررش تمام في نفس الوقت انا عندي الفلوس بتاعة حل قزمة قد مبدأيا دلوقتي هتفحل ايام 35.000 دولار تقريبا واقدر يسدد عدد من المستحقات وامن نفسي في موضوع باتشيكو واضيف بعض الصفقات وكلام من ده انا ايه ده ربط مليون عصفور بحجر فالقصة لسه محل نقاش بخصوص موضوع الجزيري في نادي الزمالك فقادي ملف زيزو قادي ملف أشرف بن شرقي وقادي كمان ملف الجزيري خلاص كده دي كل الامور اللي بتتعلق بنادي الزمالك بالمناسبة في حالة من حالات الغضب عندما اسئولي النادي الزمالك من فكرة مشاركة مصطفى فاتحي ومحمود صابر مع بيراملز وهو نادي الزمالك لا يحق ليه الغضب من المشاركة لكن هو الغضب بسبب ايه ان كان فيه امل كبير جدا ان انت تخلص الاثنين دول تحديدا مصطفى عنده الرغبة ومحمود صابر ما عندهش مشكلة والزمالك كان بيستهدف السناء ده تحديدا عشان يقوي بيه السكواد بتاعه لكن المفاجأة ان هما شاركوا مبارح في مبارات بطل زنزبار وبالتالي لا يحق اليوم مشاركة في اي بطولة افريقية مع اي نادي اخر ينضموا اليه في فترة الدقلات الصحفية الحالية فهيتم صرف النظر عن التعاقد مع السنائي او بالتحديد محمود صابر لان انت لو في ايدك تخلص مصطفى فاتحي حتى لو مش هيشارك في الكونفدرالية لازم تخلصه لان انت اضمنش ايه اللي هيحصل بعد كده خلاص فده ايضا من ضمن الامور المهمة اللي بتتعلق بنادي الزمالك لو فيه مستجدات خاصة بالجلسة اللي بتعقد الان من زيزو ووالده والكابتن كابتن حسين لبيب في منزله اكيد هنتبح مع حضراتكم لحظة بلاحظة دي كل اخبار نادي الزمالك هروح لفاصل سريع هروح لفاصل سريع بعد الفاصل هرجع هاتكلم مع حضراتكم عن التطورات المهمة جدا بخصوص الاهلي في اطار تدعيم صفوفه بشكل عام كمان بخلاف موضوع محمد علي بن رمضان بعد الفاصل مكاملين في بلاس 90 سنوان اهلا بحراركم من جديد بالمناسبة قبل ما اقفل بس اخبار نادي زمالك يوسف اوباما خلاص بنسبة تقترب من حوالي 99% اصبح لاعب في نادي بيرامدز وده اللي احنا اتكلمنا محراراتكم فيه انه هو توصل لاتفاقات رسمية مع نادي بيرامدز وكان فيه استياء من اللاعب لان اخر جلسة ما بين اوباما ومسؤولي نادي زمالك في شهر رمضان الماضي وبقية التفاوض كان على مدار الفترة الماضية ليه علاقة بمكلمات هاتفية فقط لغير الازواء اللي فات قلت الحراركم ان اوباما خلص كل شيء مع نادي بيرامدز وبيقترب جدا من التوقيع بالفعل اللاعب وقع على عقود انتقاله لنادي بيرامدز وسأتقاض مبلغ 15-16 مليون جنيه يعني موسم الاول 15 موسم 2-16 موسم 3 ربما يكون 17 مليون جنيه بس ده الرينج يعني اللي بقوله لحضراتكم بالارقام بالضبط فا اوباما خاد القرار كان منتظر الزمالك لاخر لحظة لكن نادي زمالك ما كانش مهتمة اوي اوي بالتجديد التجديد لأوباما وعرض النادي زمالك كان توقف عند 8 مليون دولار في الموسم الواحد متأسف جنيه دولار من جنيه متأسف طيب خلينا نروح للنادي الاهلي لان في الحقيقة اسئلة كتيرة جدا جات لنا انبارا احنا انفرضنا بخبر الجلسة اللي عقدت بالفعل النهاردة بين مسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي النادي المجري اللي بيمتلك عقد محمد علي بن رمضان فالناس عايزة تعرف التطورات الجلسة دي هل هي كانت ايجابية ولا لا خلينا اقول له حررتك كده واحدة واحدة وركز معايا قوي قوي وعلي التلفزيون شوي بالفعل النهاردة كان في جولة جديدة في المفاوضات بين النادي الاهلي والنادي المجري بخصوص محمد علي بن رمضان هقول لك تفاصيل غاية في الاهمية تمام العنوان الرئيسي قبل ما سردلك التفاصيل ودايما بحاول لحط لحررتك العنوان ان الكرة الان اصبحت في ملعب النادي الاهلي لان النادي الاهلي يمتلك رغبة اللاعب في الانضمام للنادي الاهلي عكسه كلما يقال حتى الغاية النهاردة الصبح احدى الاذعات اعتقد التونسية قالوا لك والد اللاعب قالك مش عايزي روح الاهلي وقلت لحضراتكم من بارح القصة كلها ان كل الناس بتكلم والد اللاعب بشكل ودي والد اللاعب بيرد عليهم هناك في تونس يقولهم لا هو مش رايح الاهلي مش عايز يروح الاهلي رغم ان ده مش حقيقي انا بقول لي هتقول لي ده ولد اللاعب انا بقول لي حضرتك ده مش حقيقي بدليل المفضات مستمرة بدليل ان حرارك ما سمعتش والد اللاعب نفسه بيتكلم بيقول الكلام ده ليس تشكيكا في الزملاء في تونس ابدا لكن انا بقول لك الواقع ان الراجل نفسه زي ما قلت لك مبارح هو فعلا بيقول الكلام ده لصحفين هناك في تونس لتقليل حتة الضغوط حدة الضغوط او ليعني محاولة من محاولات ان الدنيا تمشي في اطار هادي حقيقة الامر ان اللاعب يرغب بالقول ان دمام النادي الاهلي ده ما فيش جديد فيه ان الاهلي معاه الموافقة طبعا من نادي النادي المجري انه يتعقد مع اللاعب بس الموافقة ده مشروطة مشروطة بايه بمقابل مادي معادي النهارده المفاوضات شهدت شهدت مرونة نسبية بس انا بنطقي المصطلحات بالزبط عشان حضرتك تبقى ملم بالكلام والقصة تبقى وصلك بدقة شديدة تبقى اللي احنا قدرنا نوصل ليه مرونة نسبية بخصوص تقليل المقابل المادي عن الثلاثة مليون دولار لان الناس متمسكة بالثلاثة مليون دولار لكن خلال الجلسة النهارده مسؤولي النادي الاهلي لمسوا مرونة نسبية ان الثلاثة مليون دولار يقلوا شوية يقلوا شوية مش كتير وهنا فرق كبير لان الاهلي في المقابل حاطت لنفسه سأف في الصفقة دي بقول لحضرتك معلومة تتقبل الكلام لا تتقبله ده امر يرجع لحضرتك انا بنقل لحضرتك المعلومة الاهلي في صفقة محمد علي بن رمضان حاطت سأف في الصفقة الناس تقول ازاي ده لعب جميد جدا ما ينفعش سأف ايه ثلاثة مليون دولار خلص ازاي ما تتسيب محمد علي بن رمضان تمام لكن النتيجة بتاعت الجلسة ان الكورة اصبحت في ملعب النادي الاهلي الناس في النادي المجري ابدوا مرونة نسبية في المقابل ينزل شوية القرار دلوقتي عند النادي الاهلي عايز تخلص الصفقة هتخلص هتدور في بعض البدائل الخاصة على المستوى اللي بيتعلق باللعبين الاجانب او المراكز اللي في اشد الاحتياج للتدعيم الاجنبي على حسب الاولوية والناس ما عجبهاش الكلام اللي احنا قلناه اول انبارح سواء قلناه كتابة او من خلال الحلقة لكن هو ده الواقع هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة فالاهلي دلوقتي بيعيد حساباته مش معنى كده انه بيصرف نظر على الصفقة معنى ايه؟ معنى هنا خلاص ماشي خلاص انا دلوقتي عرفت برضو اخرة النادي المجري ده ايه؟ طب يلا ارجع انا اشوف هتقول لي الاهلي بطيق مش بطيق برضو دي حاجة ترجع لحضرتك ده تقييمك بس هناك حسابات كتير لان بالمناسبة النادي الاهلي حاطت ميزانية محددة النادي الاهلي يا جماعة موضوع بالنسبة له مش كده اللي هو في صفقة بكذا طب تعال ننازل منها شوية ونجيب لا انا حاطت لنفسي ميزانية بتحرك فيها في التعاقدات بتاعت الصف ده ماينفعش تزيد عن الميزانية دي جنيه ودي حاجة احترافية بالمناسبة وده الصح اذا الشق الاولاني في التفاوض بتاع النهاردة هي حتة المقابل طيب المبدأ بتاع التقسيط ده كان الشق التاني في التفاوض والتواصل في الجولة بتاعة مفاوضات اليوم لان النادي الاهلي بيرغب في تقسيط الصفقة على دفعتين وبيتكلم من حيث المبدأ قبل الاتفاق حتى على الاركام فالنادي المجري حتى اللحظة وحتى الجولة بتاعة اليوم جولة المفاوضات رفض فكرة تقسيط قال لك لا لا دفعتين ولا تلاتة وكان من ده انا عايز كاش لحد النهاردة الناس متمسكة بالكاش هتقول لي خلي بالك جابوا بديل محمد علي بن رمضان وكان من ده الرجل لحد ما راح بيلعب أساسي بتعندوش اي مشكلة او برضو الناس هناك محترفة يعني وزكاية جدا جدا وبيستغلوا رغبة الاهل القوي في تعاقد مع اللعب طيب هل الاهل متمسك بالصفقة؟ متمسك بالصفقة لحد الاخر بشروط الشرط الاولاني ان ما يعديش السقف اللي هو حطه للصفقة دي الشرط التاني ان ميستر مارسل كولر انا بقولك برضو بالضبط يوافق على انضمام اللعب الفلسطيني للاهل منتفق معاه لان الراجل حتى اللحظة مش مقتنع باي لعب فلسطيني اخر ينضم للفريق فبيشوف لك يقولك ايه الاولوية اجي مهاجم قوي اجنبي يبقى في قيمة الاجانب مع وسامة ابو علي ولا يتنازل ونفس الشرح اللي شرحته لحضرتك انبارح واول يتنازل ويجي مهاجم الفلسطيني فتتحل القصة بتاعت محمد علي من رمضان طيب هتقولي الميزانية بتاعت الاهل ايه والقصة ازاي طيب محمد عبد المنعم ماشي وكل هذي الامور ما هو برضو رحيل محمد عبد المنعم والرقم اللي هياخده النادي الاهل رقم محترم جدا هو دي من استراتيجية بتاعت النادي الاهل حيث الجانب المادي فانت هتجيب المدافع الاجنبي لا محل وحتجيب لاعب اجنبي اخر سواء بقى محمد علي بن رمضان او لاعب في خط الهجوم ادي رقم اتنين ربما لاعب تالت لو جبت محمد علي بن رمضان في خط الهجوم يقيد محليا ادي رقم ثلاثة بخلاف قصة عمر السالة احاج لكم فيها دلوقتي دول الاربع صفقات اللي قال لتأدير من المفترض الاهل يجيب منهم ثلاثة لحد نهاية الشهر خلاص اذا نتيجة الجلسة النهاردة هرجع وقولك تاني كرة في مرعب النادي الاهل القرار بقى في ايدي النادي الاهل هل وانا هنا بقولك تساؤل هل يضحي النادي الاهل ماديا في الصفقة عشان يخلصها وارد هل النادي الاهل يقولك لا الرقم كبير وانا عندي السقف حفظ المتمسك بيه وارد الحاجات دي بتخلص في لحظة التطور بحط حضرتك في الصورة بخصوصه لكن القرارات مش عندنا القرارات عند النادي الاهل عند مسؤولي النادي الاهل عند الكابتن محمود الخطير عند الكابتن محمود الخطير فيكرر الكابتن محمود الخطير بقرر النادي الاهل تبقى للمزالية حاطتها انه هو يضحي شوية ويخلص محمود علي بن رمضان وارد جدا يكرر العكس برضو كل شيء وارد لكن ده التطور الاخير بخصوص الجلسة بتاعته النهاردة هتقولي يعني الامور ايجابية ولا سلبية هقولك الامور تعتبر زي ما هي اللي تم اضافة او اللي تضاف في الامر ان الاهل اصبح يمتلك قراره لانه يمتلك رغبة اللاعب والنادي المجري قال كل شروطه مع شوية مرونة في الرقم فبالتالي القصة تخص لو الاهل رغب في القرار والقرار في ملعب النادي الاهل يعني خلاص دي كل الامور الخاصة بمحمد عمر انا عارف الناس كلها كانت منتظرة ان احنا النهاردة نطلع نقول ان الاهل اتفق في الجلسة بتاعته اليوم مع النادي المجري على ان خلاص الصفقة حسمت وخلصت رسميا وانا نفسي اقول حاجة اتفرح الجمهور في الحقيقة والله ايا كان انتماء الجمهور ايه لكن انا برضو بقول لحضرتك المعلومة والمستجدات حتى اللحظة عمر الساحي لان ده لعب الاهل مهتم جدا بالتعاقد معاه هو موهبة النادي الاسماعيلي التطورات في الملف ده ايه برضو بصوا جماعة في بعض الاسوات في مجلس ادارة النادي اسماعيلي بيطالبوا بمبلغ اتنين مليون دولار نظير بيع هذا اللعب المميز وده طبعا غير منطقي ما حدش هيدفع اتنين مليون دولار بسهولة خالص موضوع بعيد رقم بعيد يعني رقم بعيد جدا تمام ما بيفكروا بيقولك احنا عايزين رقم غير مظبوك في تاريخ النادي رقم يحل كل المشاكل الموجودة ويخلينا كمان نجيب صفقات جديدة او حتى يسيد جزء من المشاكل ونجيب برضو صفقات جديدة توقف الفرقة السنة جاي على رجلها عشان ما يبقاش ايه ما يبقاش القصة زي كل سنة في اطار المحاولة في البقاء في بطولة الدور النادي اسماعيلي عايز يعمل ايه عايز يبيع عمر ساعي وعبد الرحيم مجدي بس عايز يبيع الاتنين بيع واحدة يعني اللي يجي يشتري عمر ساعي ياخد في الشروة عبد الرحيم مجدي عشان يبقى المقابل اكبر طب ده ما ينفعش مع النادي الاهلي ليه لان الاهلي مش عايز عبد الرحيم مجدي الاهلي واخد قراره الاهلي مش عايز عبد الرحيم مجدي طب مين عايز عبد الرحيم مجدي ما عندوش مشكلة بيراميدز فالبيراميدز عايز أبراح مجدي وأصلا عايز الساعي تمام طب الساعي عايز مين الساعي عايز الأهلي القصة كده واضحالك فده الموقف بتاع موضوع عمر الساعي طيب أبأكد تاني رغبة أولى عند عمر الساعي الانضمام للنادي الأهلي رغبة أولى والأهلي اتفق مع عمر الساعي على كل الأمور اللي تتعلق بعقده مع النادي الأهلي في أكتر من كده خش بقى على القصة الخاصة بالرقم اللي الإسماعيلي عايزه هم كده كده قالك اتنين مليون دولار دي لو حنبيع الاتنين مع بعض لكن لو حنبيع عمر الساعي الوحده نادي إسماعيلي مش حيبل بقى مليون وخمسمائة ألف دولار مليون وثلتمائة ألف دولار فوق المليون ده اللي بيتكلمه فيه يعني تتكلم في حوالي ستين سبعين مليون جنيه ده رقم خيال يا جماعة طب الأهلي مقدم عرض كم؟ 30 مليون جنيه واثنين لعيب أعار ده آخر عرض الشافاهي من النادي الأهلي لأن زي ما قلت الحالي كان برح فيش حاجة رسميها ببعض خلاص فبالتالي على فكرة عقد عمر الساعي لغاية عشرين ثمانية وعشرين فبالتالي نادي الإسماعيلي لو ما جالوش المقابل اللي هو بيرجب فيه فعمر الساعي تحديدا لو هتباع لوحده تمام؟ قد يحتفظ باللاعب في الموسم الجديد ده اللي بيتقال جوه مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لو ما جاليش الفلوس اللي أنا عايزها خلاص أخليه اللاعب أنا أحامل إيه؟ نوع من أنواع الضغط الأهلي سقفوا إيه في الصفقة دي؟ خلينا نشوف بس في اعتقاد الشخصي الأهلي مش هيوصل للستين وسبعين مليون جنيه مصري دي اللي هو فوق المليون دولار وشوية صعب جدا صعب جدا تمام؟ عشان كده برضو يا جماعة الأمور لسه صعبة فده بخصوص عمر الساعي بالمناسبة النهاردة كان فيه اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي التجمع الخامس والاجتماع كان في التجمع الخامس عشان يكون قريب من مكان العزة مسجد المشير تنطوي في التجمع أيضا وهو عزة ناجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق الراحل طبعا حسن محمود طاهر رحت العزة وبصراحة ناس كتير جدا 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 كانوا حرسين أشد الحرس على تعزية المهندس محمود طاهر كل الناس كاتناك في الحقيقة وده يؤكد على مقيمة المهندس محمود طاهر ومدى احترامه وأخلاقه وحب الجميع له شخصية من الشخصيات المحترمة جدا جدا يعني بصراحة فالأهلي أو مجلس نارة النادي الأهلي قال لك احنا نعمل الاجتماع في التجمع عشان نخلص ونروح على العزة ومجلس راح كله وده اللي حصل طب الاجتماع عشان ايه؟ ما كانش فيه حاجة تهم الجمهور قوي على قد ما كان فيه تصديق على بعض القرارات اللي تخص الكورة والنشاط الرياضي وامور أو بعض الامور الإدارية الخاصة بالنادي بالمناسبة تم التصديق على القرارات الخاصة اللي تم الاعلان عنها الأهلي بالأمس فيما يتعلق به لجنة تخطيط الكورة والتغيات اللي حصلت على مسؤول إداري مدير الكورة كل هذه الأمور يعني وخلينا أقول لك حاجة من كواليس أن كابتن محمود الخطيب مبارح قبل ما يعلم النادي الأهلي كان حريص أشد الحرس على أنه يتواصل مع كل أعضاء المجلس تليفونيا لإبلاغهم بالقرارات وللحصول على الموافقة الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وده حصل بالفعل قبل ما يعلم النادي الأهلي عن القرارات بالأمس بالضبط كده كابتن محمود الخطيب تكلم أعضاء المجلس ودوله الموافقة طبيعيا لازم يكون فيه موافقة من مجلس إدارة النادي الأهلي قبل أعلان النادي عن بعض القرارات حتى لو تتعلق بالكورة حتى لو كابتن محمود الخطيب هو المفوض بالشكل الرسمي من قبل مجلس الإدارة لإدارة ملف أو لتولي شؤون ملف كورة القدم في النادي الأهلي لكن هي أجدا حاجة محترمة جدا من كابتن محمود الخطيب فتواصل هاتفيا مع كل أعضاء المجلس عشان يعرفهم التغيرات الإدارية الخاصة بالكورة والكل وافق وتم التصديق واعتماد الأمر النهاردة بخلاف اعتماد بعض الأمور الأخرى الخاصة بالنشاط الرياضي بمناسبة النشاط الرياضي الأهلي النهاردة ضم لعبة رومانية مميزة جدا في كرة الطائرة هي اللي قدام حضراتكم دي لعبة رومانية اسمها إيوانا مارية يقال إنها لعبة ممتازة أو يعني تضيف بشكل كبير لطائرة سيدات النادي الأهلي فده بخصوص كل الجديد اللي بيتعلق بالنادي الأهلي المناسبة بقى النهاردة اتحاد الكرة أخطر فارقه بيتأهل دور الربع النهائي من طويلة كاس مصر بعد انسحاب النادي الأهلي من الكاس بشكل رسمي والخطاب أهو قدام حضراتكم اللي اتبعت ليه نادي فارقه وبالتالي فارقه تأهل بشكل تلقائي بعد اعتزار النادي الأهلي أنا بس الطريف عجبني قوي البوست اللي نزلته الصفحة بتاعت فارقه على السوشال ميديا الصفحة الرسمية بتاعتهم يعني عجبني جدا 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 يعني فقال لك إيه أهو لو جاهز يا جماعة معنا أهو قال لك فارقه لربع نهائي كاس مصر بعد اعتزار النادي الأهلي الصورة طبعا للفنان الكبير اللي أنا بحبه قوي 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 الأستاذ محمد هينيدي هو فيلم سفول السين العظيم أحد أفضل أفلامه قال لك هو فين هو فين اللي عمل لي فيها خفاش طب وربنا لأننيمك من مغرب يصين طبعا الحاجات دي طريفة يعني ده إن ده اللي أدل على قوة النادي الأهلي وصعوبة مواجهة النادي الأهلي وبصراحة هم هم الناس في فارقه بيعملوا حاجات طريفة لذيذة يعني يعني الحاجات دي مقبولة جدا في الكورة يا جماعة يعني حتى ممكن تحفل على نفسك بص التحفيل على نفسك عادي عادي حاجات طريفة أنا عجبني بصراحة البوست ده أنا نادرة لما أتكلم على حاجات لي علاقة بسوشيال ميديا أو بوستات مثلا سوشيال ميديا لكن لما حاجة لفتت نظري بصراحة اهتمت بيها اهتمت بيها جدا الحاجات اللذيذة دي مقبولة لحد كبير يعني طبعا النادي الأهلي اعتذر بعد قرارات مستر مارسل كولر بالتنصيق مع الكابتن محمود الخطيف في إطار راحة اللاعبين بعد منسم شاك وطويل جدا وراضح أن احنا عيكون عندنا ونسم طويلة أخرى للأسف شريع نهاردة نادي الاتحاد السكندري أعلن عن تعيين المدرب الكبروسي بابا فاسيلو مديرا في النهاية للاتحاد السكندري داتا من موسم الجديد وخلف الكابتن أحمد ساري هو ده الإعلان النهاردة من خلال نادي الاتحاد السكندري أتمنى لأ رب كل التوفيق وأتمنى لأي نادي جماهيلي كل التوفيق بإذن الله أحد تحديدا نادي الاتحاد السكندري اللي أنا بحبه قوي قوي يعني فتعاقد مهم رغم للبعض بينتقد فكرة بابا فاسيلو يا جماعة الله طبعا فاسيلو ده مسك المحلة ومسك البنك الأهلي ونفقش خالص وكل من ده طب ليه بنجيب نفس المدربين اللي ما نكحوش في الدور المصري أصلا فيه فترات كان ماشي فيها بشكل كويس مع غزل المحلة تحديدا في بداية الدور الموسم اللي فات مش اللي خلص لكن لكن بعد كده رحل وجهة نظر مسؤولين في التحديد السكندري وما شايفينه مدرب كبير والأفضل لنادي الاتحاد وجهة نظر برضو المسؤولين إن يكون فيه مدرب أجنبي أفضل مدرب مصري لأن الأمور بتكون فيها ضغوط جماهرية كبيرة وجمهور طبعا الاتحاد جمهور كبير أوي يعني مهاردة تم الإعلان عن انتقال أحمد عبدالقادر بشكل رسمي لنادي قطر القطري على سبيل الأعارة وده اللي تمسك بين نادي الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده لمدة موسم مع تمديد أحمد عبدالقادر لعقده لأن عقده كان حينتهي مع نهاية الموسم الجديد فبالتالي أصبح في عقد أحمد عبدالقادر الموسمين منهم موسم في قطر القطري والله أعلم إلا هيحصل بعد الموسم ده لكن برضو أحمد عبدالقادر من لعيبة الجامدة أشوف رحيله خسارة للنادي الأهلي في إطار صعوبة تدعيم مركز الجناح في النادي الأهلي في فترة انتقالات الصيفية الحالية في صعوبة لكن كل شيء وارد بس في صعوبة في اعتقاد الشخص الأهلي لو دعم في المكان ده حيدور بقى في المحليين أو اسم محلي مهم؟ لكن في كل الأحوال النهار ده أحمد عبدالقادر تم التعاقد معه بشكل رسمي لبندة موسم عسربيل الأعارة إن شاء الله يكون موفق مع قطر القطر طب نرجع لنادي الاتحاد تاني دخلة مهمة جدا مع أستاذ محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرية أستاذ محمد أهلا وسهلا بيك أستاذ أمير حبيبي لله أخبرك إيه وحشنا كتير والله والله إنت اللي وحشنا مفتقدينك في سكندرية بيعني إنت هناك بيعني إنت سايبني أنا هنا في الشجر ماشي الدور الساع كل بيطاول الله نعمل إيه بس أخبرك كله كويس أخبرك كله كويس بالمناسبة أنا عارف ده سؤال مفاجئ ربما بالنسبة لك أنا عارف أن أنت مهتم جدا بقصة فتوح وأن أنت بتزور كتير اللاعب ومطلع على كل التفاصيل والمستجدات تقدر تطمننا بشكل أكبر تقول لنا إيه لحالة نفسها لللاعب الأمور ماشي إزاي؟ والله بص طبعا أولا إحنا بالنعز أهل المتوفي ربنا يصبرهم ويرحموا يغفرلوا يا رب وتاني حاجة برضو ربنا يفك كرب فتوح طبعا أكيد موقف صعب على أي حد مش شرط يعني يبقى حد في النجومية فتوح أي حد يعني فموضوع والله فعلا هو موضوع كان صعب يمكن أنا فعلا كنت أول حد عرف الخبر كنت في الساحل وكلمني محمد صبحي في الوقت ده وطلعت جريت فعلا كان يعني لسه الحادث إذوبك ما كانش عادة عليه تقريبا حول ساعة ولساعة ونص وطبعا الموقف كان صعب برضا طبعا الأمانة برضو وفتوح برضو راجل برضو في الآخر أنا عارف يعني الشخصية بتاعت فتوحة وحد يعني مش شخصيات الجدع زي أنا بيقول وحد راجل قوي أه ومن ناس برضو يعني هو برضو وقف وشايف والله يرحمه ويغفر له بقى فخلص الموضوع كان طبعا كان انتهى وقدر ربنا نفذ أه لا طبعا الحالة النفسية صعبة طبعا صعب طبعا انت عارف يعني الموقف صعب جدا أكيد أكيد آه من تلاقي نفسك ان انت في الآخر برضو يعني الموضوع فيه روح روحته هو متأثر جدا على فكرة جدا بالمتوفي آه وكمان الموقف اللي هو فيه صعب برضو خاصة برضو عايز اقول لحياتك انه هو اتنقل اترحى الامبرح من آه من اسم العالمين رحمة روح آه وحاليا طبعا القضية تأجلت اليوم 16 آه وهو ليس لأصمة روحي يعني آآ ربنا ربي يفكر ربنا يفكر ربنا يفكر سلام ان شاء الله آآ يعني ربنا يرحم اللي مات يا رب بخصوص الفريق الأول كرة القدر من نادي الاتحاد السكندري والإعلان بشكل رسمي عن تعاقد مع بابا فاسيليو اليوم أكيد تعاقد مهم وجهة نظر كانت وراء هذا التعاقد حابين أن احنا نعرفها من خلالكم كمجلس إدارة نادي الاتحاد وصول ملف ده طبعا من يوم الكابتنطرية العشرة احنا شغالين عليه بس الأول أحب أستأذنك بس تعلي شوتك شوية أستاذ محمد أه ما عليش أحب طبعا الأول أتوجه بالشكر للكابتن أحمد ساري والكابتن كارم مرسي وعسام ربيع وكابتن مجد بهلول أبناء النادي الناس الجميلة ما ترددتش لحظة يوم كابتنطرية العشرة كانوا نتقدم بستقالتهم هي الناس خدت على عاطقها أن تمسك الزمان بتاع الفريق وأنهم قادوا الفريق في المرحلة اللي فاتت في المجلس وجهلهم الشكر بخاتل السيد محمد وأنا طبعا بتوضلهم بشكل خاص الموضوع طبعا أنت عارف طبعا نادي الاتحاد وجمهرية وشعبية واسم كبير ونادي عريق طبعا إحنا كنا شغالين من من بعد كابتن مطارق ما ماشى آآ آآ على أنه يعني يكون مدير فني أجنب آآ يعني ده كان في في الأغلب إن هو حيبقى كده يعني ده دايما كان اللي في دماغنا آآ آآ كان عندنا تجربة مستر زران وآآ وكان مهمة آآ لكن دايما أنا بشوف المدرب الأجنبي خاصة في الأندية الجمهرية هي حل من الحلول آآ آآ اللي هي دايما بتخلي الواحد عنده أريحية سواء الجهاز بيعرف اشتغل براحته آآ آآ يعني رافع الضغوط بشكل أوه طب أكيد أكيد رافع الضغوط آآ ومش الموضوع برضو إن هو يبقى مدير أجنبي فني وخلاص أكيد كان فيه مقاومات وكان فيه طبعا خاصة آآ تدولات من الأستاذ محمد للأمانة يعني آآ معي آآ آآ والكابتن إمام آآ والسيد أحمد عبد مجيد والسيد محمد البحاري كلجنة كورة آآ وطبعا آآ اتناقشنا كتير حاجات كتير طبعا رجحت كافت بقى فاسيليو وأولا رجل وافق إنه ياخد المقابل بتاع بالجنيه المصري آآ دي حاجة مهمة جدا في ظل تغير وافق إنه ياخد المقابل بالجنيه المصري آآ طب ده حاجة كويسة أوي في المرحلة الحالية حاجة مهمة أوي طبعا ودي كانت من الحاجات المهمة جدا خاصة النادي عندنا برضو يعني الضغوط علي كبيرة والسيد محمد شايل آآ حمل كبير جدا آآ مع أنكم لسه بايعين مبلوله برضو يعني انتم بايعين مبلوله اخدين رقم ماشا الله يا مختار بص 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 يا سيدعميل حوالك حاجة والله والله انت يعني انت بتتكلم يعني تخيل ان انت قاعد بتخطط ناس لها بقيت مستحقات السنة اللي فاتت وناس اللي استعيز تجيبها وأكيد الناس عندها أمال وطموحات إن حد يجي برضو آآ مش هقول لك هيبقى على نفس مستوى بلوله نتعشم يكون أحسى من بلوله آآ 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 أكيد الناس كلها متوسمة فيك فأنت أكيد شغال وشغال على الصفقات لكن ما تنساش ان احنا عندنا عجزة ميزانية من يعني سنوات متراقمة عندنا كم مدفوعات خاصة بعد التضخم واللي حصل في زيادة سعر الصرف والدنيا بقت المواضيع مش أحسن حالا العيب اللي كان بياخد عندك ميتين الف دلار وميتين وخمسين الف دلار كان بياخد له حوالي تلاتة اربعة مليون النهار ده بقت الرقم ده حوالي اتناشر مليون تلاتاشر مليون جنيه طبعا رقم كبير جدا طبعا البعض بيتكلم في فكرة باو فاسيليو ان هو ما كانش موفق في بعض التجارب الدوري المصري ايه لسبب اللي خلى مسئول الاتحاد يروح يتعاقده مع نفس الراجل اللي ما انجحش في اكتر من مهمة بالشكل المطلوب بص بص انت في الاخر بتطبق سياسة احيانا المدارب بيصالت وهل معنى كابتن طورق يعني نسلا لما جيه موفقش في الفترة الاخرانية مع مع نادي الاتحاد نزرح بيدرب نادي اللي هو بطل دوري الليبي يعني هل الناس فكرت ان هو ماشا من الاتحاد ما كانت موفق لأ مش كده هي اكيد الحسابات الفنية بتخضع لحاجات كتير يعني معيير مختلف معيير ويعني زي ما اتكلمنا مسلا احنا قلنا لسه كنا بنقول ان هو وافق ياخد المقاومة بالجنيه المصري رجل جايب بلان انا عايز اقول لك يعني اللي كان عامله النهاردة كنا بنفرج لأ عارف رجل تقريبا قاعد دارس الفرقة دارس لعبة الدوري المصري كلها كان قريب برضو عارف انت برضو لما يكون حد قريب وفاهم عارف الدوري المصري وعارف اللاعبين وعارف الاجواء على الفكرة هو نجح مع المحلة بدون اسماء يعني اه دي حقيقة في بداية المشوار يعني الندري والناس اللي طلعت وراحت تحترفت بالملايين في الدوري المنتز كل الناس دي يعني هو ما كانش حد يعرفها يعني بابا فاسيليو عمل كرة في المحلة كان فعلا جاول لدلك الانتاجة اللي البنك الاهلي اخده لكن حصله في اول خمس متشاط تلات اربع خمس متشاط دي وارد جدا بيحصل في اي حتة طب اي كانت ابرز طلبات بابا فاسيليو هو طبعا اكيد كان مدرب بيدور على كويس عشان هو عايز يعمل تجربة كويسة اه طبعا اتنقشنا انه اه في عدة امور في في اسماء بعينها مسلا طلب حد من الاهلي حد من زمالك والله بس كله متاح يعني مش هقدر اوصح ان اسمع لحد ما نستقر لانه طبعا انت عارف الموضوع ده بابا فيه حساسية في حد ممكن يبقى متكلم عليه من اندية تانية اه بس ان شاء الله يعني ان شاء الله متعاشمين فربنا نعمل اسكوات كويس اه نقشنا كل المراكز وفيه اجتماع تاني بكرة طبعا برضو مع السيد محمد مصلحي اه على اساس انه الوقت دايق وان الرجل يبدأ ياخد خطوات ونبدأ اه يعني نقدر وصره على اقل الحد الادنى من اللي هو طالبه مجموعة اللاعبة في المراكز اللي هو محتاجة. طيب اه اخيرا ان هو هل فعلا كان فيه تفاوض مع كابتن مؤمن سليمان? بس كان كل كل حاجة كانت موجودة يعني فيش حاجة ما كانت موجودة. اه طبعا كابتن مؤمن مدرب كبير. وكابتن تامر مصطفى اعتقد برضو. اه اه طبعا بص هو يعني مش هقولك اه كابتن تامر يعني الموضوع اكيد كابتن تامر مدرب كبير. طبعا. بس انا على علم يعني انه كان الاقرب كان كابتن مؤمن سليم. تمام. اه بتوعدوا جمهور اسكندرية بايه في الموسم الجديد يا استاذ محمد? والله احنا مش عايزين نوعد لكن احنا بنتمنى. يعني مش عايزين نوعد عشان احنا بنقلل من الوعود لأ يعني احنا احنا. انا احترم كده جدا بصراحة يا حاجة محترم يعني. الفي الناس بتوعد وخلاص اه كلمتين يعني ايه مشكلة? لا لا. بص اكيد الكلمة بتتخذ علينا. صح صح. ان احنا ان شاء الله بازن الله الفترة الجاية بنبزل اقصى جهد والله احنا لسه ماشيين مخلصين حالا. وعندنا جالسة بكرة تاني. يعني احنا بشغالين الليل النهار ان شاء الله نساعد الجهاز اللي جيه مع كابتن ايمان بخبراته الكبيرة. معوجود طبعا عراس المنظومة على استاذ محمد ومكانته خبراته الكبيرة. نقدر ان شاء الله نساعد نعمل. الجهاز المعاون تم السكراء عليه مضبوط ولا لس? لا لسه ففلال تمانية واربعين ساعة. هنكمل. الراجل طالب اجانب او حاجة? اه في حد معا اجنبي وحنستكمل بيت الجهاز ان شاء الله. ان شاء الله موفقين بازني لا اه تعالى استاذ محمد انا مشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق. اه استاذ محمد احمد سلامة عضو مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري. خلنا نروح لفاصل سريع. بعد الفاصل ديف مهم جدا. المهندس شريف العريان الامينة العام للاجنة الاولمبية المصرية رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث. وحديث غاية في الاهمية بعد الفاصل في بلاس تسعين انتظروا. اهلا بحراركم من جديد لسه مستمرين في بلاس تسعين. فقرة غاية في الاهمية فقرة حوارية هنتكلم فيها مع ضف مهم للغاية وهو المهندس شريف العريان الامين العام للاجنة الاولمبية ورئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث. يا باش مهندس اهلا وسهلا بحضرتك منورنا ومشرفنا. الله يخليك شكرا. الحمد لله على السلام. الله السلام. اخبارك كله كويس. كله زالفون. في حقيقة عندنا اسئلة كتير جدا جدا. وملفات كتيرة. وكان في بعض الامور اللي ترحت في الاعلام المصري. اثناء تواجد بعثة مصر الاولمبية في دورة الالعاب. اه الولمبية في باريس. فاتمنى ان ساعة صدرك تكون حضرة معانا النهار ده عشان نجواب على كل الاسئلة دي بجزء اللي. ره möj Pilot. اه رقم واحد عايزة اعرف كيف تقيم مشاركة البعثة المصرية في الدورة الالعاب الالال Shaylabea في باريس في النسخة الحالية او في الدورة الحالية. طيب اول حاجة يعني لازم يعرف ان احني كرجنا الولمبية مصرية. لينا اهداف. اوك. خلاص. طبعا في الاهداف دي بتابعNoce على مدة اربع سنين من الاولمبياد الى الاولمبياد دي مدة انتخابنا خلاص بيبقى يتخللها بعض الدورات دورة افريقيا العرب الافريقية كبار شباب بحراب المتوسط انما في الاخر كله بيصب للاولمبياد اللي هي اهم اهم مشروع او اه اكيد اهم حدث اهم حدث وهو اللي بنختم به مدتنا الحقيقة خلاص وبيتم التقليم عليه بشكل كبير احنا مصر فيها 28 لعبة اولمبية من قصر 32 لعبة اولمبية موجودة في الاولمبياد اه 28 لعبة اولمبياد دول اخدوا دعم من وزاة شاوب الرياضة وقدروا كمان يجيبوا سبونسرشب ديلز عشان يقدروا يعملوا حلمهم في الوصول لاعلى النتائج الممكنة في الاولمبياد اه 28 لعبة اولمبياد دول اتقهل منهم 22 لعبة الاولمبياد يعني فيه 6 العب فقط مصر ما عرفتش اتقهل فيها الاولمبياد 3 جماعي و 3 فردي ايه هما 3 الجماعي اه كرة السلة ما عرفتش نوصل خلصيرنا في افرقيا اه وبعد كده اخسرنا في الملحق اه بتاع التأهل اه عندنا الرجبي ودي لعبة وليدة لسه في مصر اه اه يعني بقلاش تنين كتير فما تقدرش تقول ليه ما وصلناش فيها اه لان عندنا كمان جنوب افرقيا بطت العلم في الرجبي فصعب انك حتى تفوز بالبطر القارة حتى واللعبة التالتة هي الهوكي واللي تالت دورة على التوالي الهوكي بيخسر في المباراة النهائية اقصاد جنوب افرقيا فجنوب افرقيا هي اللي بتتأهل واحنا اه ما ما بتتأهلش برغم ان احنا لتسنوات كتير كنا احنا بتتأهل وهم ما بتتأهلوش فدول التالت ألعاب الجماعية تالت ألعاب الفردية لما بتأهلناش يوم هما ريش الطايرة كنا قابقة وصانة وعدنا من التأهل ده برضو معناه ان احنا حتى لو تأهلنا كناش هنعمل حاجة بس كنا على الاقل ايه نتأهل عن القارة فكرة التأهل من جلما يكونوا اصدقين ان احنا مش عايزين او مش هنعمل حاجة لا انا اكمل لك لان انا لايه رأي مختلف في الحاجة دي شوية اه فاحنا متأهلناش في ريش الطايرة ده ناشر السلاسي خلاص اللي هو الترايثلون سباحة وجارة في الدرجات برضو اه كنا قابقة وصانة وعدنا واللعاب التالتة كنا بعيد خالص اللي هي الجولف يمكن اعرب اه مرشح في مصر بمستوى لسه ما وصلش الرنك اللي هو الماء العوائل وكلام ده كله احنا بعيد شوية تمام فدي الالعاب اللي متأهلش اما باقي الالعاب كلها التانية فهي تأهلت اللي تأهل ده بيحاول ان هو يكسر رخمه يحاق انجاز اكبر يتأهل بعدد لعبة اكتر ينافس على مدليات يعني كل واحد ديه تارجت اه مختلف شوية انما الاهم ان انت عندك 286 دولة في العالم بيتنافسه في 32 لعبة اولمبية اه على 10500 لاعب والعبة فقط من العالم ده كله هم اللي هيصال للأولمبياد اه فاي واحد في 10500 دول اللي وصل للأولمبياد فهو بطل هو بطل بكل مفاجز مجرد الوصول مجرد وصوله الى الولمبياد في تقلقه هو بطل 10500 واحد دول هم في نادي إليت جدا لأن هم بقى لعب أولمبي كان واحد في العالم لعب وكسب بطولات العالم إنما عمره ما قدر يوصل الأولمبياد كتير لحقيقة أي حد يبصر من 10-30 سوية دول تحية لي هو عمل إنجاز لبلده إنه هو حطاه على الخريطة وكان موجود هل كل دول هيكسبه؟ لا طبعا دول بيت نفسه في 900 وشوية إفنت يعني عندك 10% منهم تقريبا كده ممكن يوصلوا بميديليات والباقي كله حيرجع بدون ميديليات ملك الشرفية إنما وصوله في حد ذاته هو حاجة رائعة وحاجة ممتازة هو هدف في حد ذاته هو هدف مبدأي بس أعتقد هدف رئيسي إن على الأقل نفس بقوة في مختلف المشاركات إحنا عندنا ثلاث أهداف زي مختلف في الأولمبياد هدف أولاني إن إحنا نتأهل بأكبر عدد من لعبين وتقد تحقق فعلا بتأهلنا بمية تسعة واربين لعب ولعبة ولعبنا فعلي بمية تمانية واربين بعد طبعا وقاعة شهد وإن اللجنة الأولمبياد تاخد قرار باستبعاد لعبة مؤهلة وطبعا المكان راح لدولة أخرى الريزير فلاير هو اللعب أوكي فإحنا تأهلنا بمية تسعة واربين لعب ولعبة المرة اللي فاتت كان أولمبياد توكيو كان أكبر عدد برضو كان مية أربعة وثلاثين اللي قابليه كان ريادو جينييرو كانوا مية واحد وعشرين نتأهل بأكبر عدد من الألعاب يمكن ده ما تحققش أوي كنوا قراربين أوي منه لو كانت أهل الثلاثون والبادمنتون وريش الطائرة كنا تأهلنا بأربعة وثلاثين لابة احنا تأهلنا في اثنين وعشرين لابة ولمبيا فقط لجيو بس عدد كبير جدا مقارنة بأي دولة أخرى عدد هو الأكبر في أفريقيا وهو الأكبر في الدولة العربية كمان عدد المديريات هو الأهم عدد المديريات هو الأهم مثلا حاجة لحالتك فيه لكن أنا عجباني أوي الصورة دي إن سارة والجن دي هما اللي كانوا رفعين على مصر مضبوط وهم اللي حققهم دليتين مهمين جدا لمصر طب اسأل نفسك كده ليه اه احنا عارفين بالزبط كل لعيب عندنا حيامل ايه عارفين اه عارفين تماما يعني انتم حضراتكم عارفين احنا راجعين بتلات ميداليات لا طبعي احنا عندنا حداشر لاتناشر لعب ولعبة من الموجودين في البعثة لقوامها 148 لعب ولعبة خلاص قادرين على المنافسة على الميداليات يعني قادرين على المنافسة يعني أنا ممكن يبع عندك مين كان أكبر حد فرصه في الميداليات موجودة في البعثة دي كلها احنا قد صار سمير طبعا صار سمير طبعا طبعا لانه صار لعبة رقمية فالدنيا واضحة صارت روح هتنافس على يا دهب يا فضل تمام بالأرقام تمام بالأرقام بتاعتها فصار فرصتها في الميداليات تتعدى الثمانين في الماية اوكي عشان ما تجيبشي وارد طبعا احنا في الرياضة لازم فيه إصابة لازم فيه حاجة غير طبيعية احمد الجندي بيلعب في لعبة فيها عصعب شوية فيها خمس ألعاب مختلفة فيها السلاح ما تعرفش إيه اللي هيصل في اليوم فيها الفروسية بالقرعة تمام يعني لو كان عكس الأداءه في الفروسية من السيمي فاينل للفاينل ما كناش شوفنا ميدالية هو عمل واحش في السيمي فاينل اه وربنا سطرها وصلنا للفاينل عمل رائع في الفاينل في الفروسية فعشان كده فرص أحمد كانت خمسين 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 اه خمسين خمسين طبعا لأن عندك حوالي عشر لاعبين من ستة وتلاتين لاعب نتأهله في الخماسي للنهائيات تمام العشرة دول منهم اتنين مصريين احمد ومهند عندهم فرص انما فيه لعبة اخرى عندهم فرص في وصول الميدالية بس الفرص كانت خمسين في المية بس بالنسبة لأحمد تحديد فرصته بالنسبة لي أنا كرئيس تحديد خماسي خلص فرصة أحمد كانت ما بين خمسين الستين في المية تحديد الميدالي حركة فاجئت ان هو جاب ميدالي دهبك؟ لا بفاجئناش خالص احنا اعلننا اه في قنوات الفضائية يمكن في قبلها بتلاتة شهر وفي مع برنامج العلامي الكبير أحمد موسى قبلها باسبوع بعد حركة قلت انه حيجيب ذهب وحيضرب الرقم الكياسي بالزبط بالزبط وده حصل احنا الترجم بتاعنا كان واضح خماسي الترجم بتاعنا هو كسر الرقم العالمي والأوليمبي وتحقيق 1555 موضة احنا حققنا 1555 موضة كسرنا الرقم العالمي والأوليمبي فاحنا الترجم بتاعنا كان الدهب قال مع ده معناه ان احنا اكيد هنجيب الدهب؟ لا طبعا ممكن الأداء بالنما احنا كنا بنمنى نفس المجهود اللي احنا بذلناه ان شاء الله يساوي الدهب وخد كان طب بمناسبة الخماسي الحديث حركة طبعا الرئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث معنا ان في لعبة هتتغير من الخمسة اوضح لنا القصة دي يا شواني انا نائب رئيس الاتحاد الدولي الخماسي واتحاد الدولي خد قراره بعد أولمبياد توكيو مباشرة باستبعاد لعبة الفروسية بلعبة تانية اسمها الموانع كورس اسمه النينجا ووريور تمام ومثابته 70 متر عدد من الأوبسكالز او الموانع لازم اللعب يعديها لغاية خط النهاية وبياخد زمن معين الزمن ده بيترجم إلى النقاط وده قراري تم تطبيقه بقاله سنة كباب انما مرحلة الكبار ده ما كانت فروسية اه اه مفيش فروسية خلاص انما مرحلة الكبار السينيس بس اللي بتلاقي فيها الأولمبياد ما تطبقش فيها ده الا لما تخص الأولمبياد يعني الأولمبياد باريس هي اخر مسابقة رسمية للتحاد الدولي كان فيها فروسية بعد كده خلاص مفيش فروسية طب هلنقل على شباب مصر هلنقل على أحمد الجندي ومهند وكلام ده كله طبعا الأبطالنا اللي مسلونا في الأولمبياد كان فيهم ثلاثة على مستوى الكبار وفيهم واحدة على مستوى الناشئين اللي هي ملك خالد ملك لعبة قردي الأبسكر وتمرنت عليه وملك هي بطلة العالم تحت 19 سنة في الخماس الحديث رقم واحد على العالم فبالتالي هي لأ في الأبسكر مميزة جدا التلاثة الثانيين لسه حيتمرنوا بشكل مكسف عليه يكونوا تمرنوا بشكل خفيف إنما أبطمنك أن مصر هي صاحبة الرقم الخياسي في الأبسكر حتى الآن في اليوم اللي احنا فيد له في الولاد والبنات في البنات فريدة أبو هاشم صاحبة الرقم العالمي وفي الولاد مصطفى أبو عامر من مصر هو صاحب الرقم العالمي فأنا مش الآن خالص على مستقبل مصر والمصريين والشباب اللي طالع في لعبة الخماسي لأولمبياد 28 وال32 بعدها كمانا ده أمر مهم جدا بس بالعودة للبعثة وبالتحديد الرقم الحرق قلت 148 مشارك في البعثة المصرية هل كان الأفضل إن إحنا نفكر في الكام المسافر ولا في الكيف إن إحنا نرجع بعدد ميديليات أكبر من 3 أو أكتر من 3 ميديليات خصوصا إن كان الكلام كله ما بين السبعة والحدى عشر ميديليات ممكن أسألك سؤال تاني تفضل إفندي هتفرق إيه لو رحت بعشر لعبة وجبت التلاتة أم ولا رحت بمية تمانية واربعين وجبت التلاتة أعتقد تفرق في مصاريف شو إيه خالص خالص؟ خالص اشرح لإفن خالص اشرح لك ببساطة أم هل إنت في كل دورة وكل بطولة هتروحها هتاخد نفس الكونسب ده ولا لا يعني إنت راحت لك تكسب بطولة للعاب الأفريقية أه خلاص كل المية تمانية واربعين لحنا نكلم عليهم دول لو لعبوا في الأفريقية هيجيبوا موديليات فرق منفسة فرق منفسة طبعا طبعا فرق منفسة فهل إنت هتعدوهم عشان يكسبوا في الأفريقية؟ طب ما هو ده نفس الإعداد اللي ضمن إعداد أولمبياد باريس أم تمام؟ طبعا بحلبيط نفس الشيء أم أولمبياد الشباب نفس الشيء أم إنت بتعد أجيال لما هو قادم أم إنت لازم الزهارين اللي إنت عايز تكسب بهم في الأولمبياد بعد كده ما هو لازم يعني ينافس محد أخو منه مش أو أنا خانت له أخو منه ده يبطل هوادي الزهار ده فين أم أصفروا بره عادوا بره يعني أم ده مش حل أم يعني أنا في الخماس الحديث نجحنا بتجربة مصرية خالصة أم يعني يعني فيش مدربة جنابة خالص خالص إحنا جهاز 92 مدرب أم خلاص خوام الاتحاد كلهم مصرية أم طمام أدلفنا طريقة مصرية بحتة واشتغلنا بيها فدلقتي العالم كل هو اللي بيجي لنا عشان العسكر عندنا عشان يتمرى مع لعبتنا كويس وليس العكس أم فبقت دي حاجة حلوة جدا طبعا بقت الفورملا مربحة أم بدلا ما أنا اللي بصرف عشان أطلع لا هو اللي بيجي لي ويدفع لي هنا عشان يبقى موجود معايا هنا أم هتفرق كتير جدا أريح لعبتي وكل اللي عايز هو اللي يجي لي أم طبعا فيه بنسافر نلعب بطرات برة لازم نتعود على الأجواء مختلفة هو النجاح في التحدي الخماسي الحديث ومش عشر حريرك موجود ورئيس الاتحاد لكن هو النجاح ملحوظ بدليل ميدالية الذهبية اللي جاب أحمد الجندي هتديك حاجة تانية لكن هناك بعض الاتحادات الأخرى اللي شاركت وما كانش فيه نجاح بشكل ملفز بص هو الفورملا بتاعت النجاح سهلة وموجودة المهم تعرف ازاي تطبقها وتجيب الماليات المطلوبة عشان تعرف تنفذ هذا حلو خلاص وتعرف تعملها بصناعة مصرية خالصة طبعا تعرف هتديك مثال أحمد الجندي خلاص أحمد الجندي سافر رفع العالم الأولمبي مش كده معه وصارة في المركب زي ما انتم شفتو وبعدها راح فين ما بين المركب وما بين اللعبة بتاعنا اللعبة بتاعنا كان في اخر 4 تيام في الأولمبياد خلاص يعني فيه ما بينهم حوالي 10 تيام اه احنا فين اه رجع لمصر تمام بجهازه بالكامل كان بيتمرن فين مين الرجع لمصر احمد الجندي امتى رفع العالم في الافتتاح ورجع على مصر ورجع على اول سيارة بعدها حادتك على جمهورية مصر العربية لانك كان عنده معذكر فين اه في اسكندرية ليه اسكندرية ليه مش القاهرة مش مانا اه خلاص لان اسكندرية أجواءها مع الرطوبة قريبة من فرنسا ماشي فانا محتاج احطه في نفس الاجواء اللي هيتمرن فيها خلاص وده نفعه جدا لان لما رجعنا من اسكندرية على اه على باريس تاني عشان نبدأ بقى اللعبة بتاع الاولمبياد اه كانت الاجواء تقريبا هي هي بشب يمكن الرطوبة في اسكندرية هتأعلى شوية من من باريس بس ده مفاجأة ان هو رجع اه ده حاجة ودناهوش وقعد هناك واتمر هناك ده رجع بجهازه وموجودين هناك هنا خلاص وراح بس رفع العلم ورجع ان ده شرف لأي مصري الجندي بس يا فنم ولا كان مع حد تاني لا الجندي اللي راح ورجع اه خلاص احنا مهند شعبان خلاص كان تمرينهو مختلف خاص اه مهندك انا محتاجين نعمل حاجات معينة في الفروسية والسلاح فكان طلع على معسكر في انجلترا شددنا فيه في الحتة دي ثم منه الى الاولمبياد فوقت مختلف تماما عن انا احمد اه يعني ده وصل في المعاد ده وصل في المعاد ده لي برنامج واعداد مختلف تماما عن التاني لان احتاجاتهم مختلفة تمام البنات كانوا في معسكر بقى ثالث خالص اه لان فيه احتاجات تانية خالص كانت ليهم وطارجة تانية خالص من نفذها فاحنا عندنا التخصصية جندا جدا في لعبة الخمس الحديث مع كل عيب عفك كبار ونشئين وشباب هو concept واحد احنا من نفذه اه على الجميع بس هو concept مرهق جدا مرهق طبعا مرهق جدا اه مفيد انك بتطلع كوادر ادالية وكوادر رياضية وكوادر مدربين كتير جدا يعني احنا في الخماسي عندك مدربين بمران المنتخبات اخرى تمام تمام فانت عندك جوة تمالة بمران هوليد السيد اه عندك عوض سامي بمران تركي طبعا طبعا دي معادلة صعبة جدا دي دي حاجة كويسة جدا اه كويسة بس ان العالمي بعايز مدربين من عندك واحنا متأخرش يعلم اي دولة عايز مدربين عندك بنطلع على طول اه لانه برضو هيرجع بخبرات تاني اه بس ده ده عادي بالنسبة لنا يعني عادي هي حاجة اجابية مكنش موجود زمان اه زمان كان دايما عندنا انا لعبت اولمبيات عملكده اخر اولمبيات اللي بتاعك كانت اه 92 اوك خلاص فترة بتاعك كلها من 82-92 بقى بس المنتخب مصر كان مدربين اجانا ام خلين عندي مدرب بورمدي وبقالي مدرب مجري وبقالي مدرب روسي طيب بعودتنا برضو لعدد المشاركين ومقارنتهم بعدد الميداليات هل انتم راضين على عدد الميداليات كلاجنة اولمبية لا انا مش راضي خالص تماما حضرتك مش راضي في حد تاني في اللاجنة راضي لا ما مقدرش اقولك ان حد راضي اه خلاص يعني كلمة متتقلش احنا حققنا في اولمبيات اولمبيات توكيو ست ميداليات فالطبيعي انك انت المراضي بتحاول تعمل ايه اقل حاجة سكتور اه ده شيء طبيعي اه فانا انا بنفسي كنت بطلع بقول يا جماعة احنا التارجب بتاعنا هو التارجب الواقعي بتاعنا هو ست ميداليات ممكن يزيدوا واحدة او يلوا واحدة ام تمام هلما يبقى عندي حداشرة او اتناشرة اللاعب قادرون على المنافسة يبقى اللي اتناشرة كلهم هيجيهم ميداليات مش شرط طبعا يعني في منافسة طبعا وهل الاتناشرة كلهم مش هيجيهم ميداليات ده برضو مش منطقي ام خلاص يعني كان فرصه جمدة جدا كانت بقول ميداليات وكان عندنا فرقتين جماعي كمان يعني كرة القدم وكرة الياد من الاول هبقول فرصهم مش سفر عندهم فرصة صح القدم وصل للمركز الرابع فرصة كانت كبيرة كانت فرصة كبيرة وفرصة ممتازة خلاص يعني انا انا بقول الكرة ضيع نفسه مش كرة ضيع كرة ضيع نفسه بطرد عمر صح عمر كان عامل دورة اكثر من رائعة ممتاز كان قافل مية ونور في الدفاع ما شاء الله عليه واضطرد لسبب هايف كده انه اعترض على حاجة بالزبط يعني حاجة قلت خبرات قلت خبرات طبعا اه فما كناش متفائلين في الماتش انهاية الياد برضو لما كنا نتخالي نتغلب ستة لا طبعا لا طبعا خلاص ولو اكرر الماتش ميت مرة مش هيخص لما خلص في الاخر في المركز الرابع دو مركز كويس اه وده اعلى حاجة وصلت لها كرة في تاريخها اخر مرة كنا في المركز الرابع كان فتوكي اربعة وستين بالزبط لا جيل جيل كويس اه عملوا ماتشات اكثر من رائعة اليد هو ماتش واحد اللي لابناه وحش اليد مكانته الطبعية بعد الدنمارك يا ماتش اسبانيا احنا كنا فارقين يا فندم احنا وصلنا خمس واحنا الاقوى و انا اقدر اقولك احنا الاقوى و اقدر اقولك ان الجهاز نفسه عمل شغل هو اللاعبين وكانهم مركزين بشكل كبير جدا جدا انا كنت في مطبخ معه خلاص الماتش ده فلت منهم ازاي ما حاش عارف دي رياضة حصلت خلاص يعني كبوة في هذا اليوم اعتقال يا فندم ان كان فيه ثقة زيادة بعد ما فرقنا بعدد كويس من النقاط او من الاهداف الثقة بقت زيادة عندنا فيه شوية يعني ما عليش باللغة العامية تعالى دلع نوعا ما تسبب ان احنا في الاخر خدنا صدق يعني انا انا منعرفش اللاعبين اللاعبين محترفين اغلبهم مركزين كويس جدا عارفين ان الماتش ممكن يتفاز في اللحظة او يتخسر في اللحظة اه فيعني مهم يعني في الاخر دي رياضة ما كانش فيه كان فيه توفيق وعدم توفيق اه احنا في الخماس الحديث مهند وقع من الحصان على اخر سد اه خلاص وكان ماشي كلير اه لو ما كانش وقع من الحصان وخد كان زي منه بنفس على البرونز تمام خلاص فيعني الرياضة فيها كده يا جماعة اه فيها بعض الفرص اه وفيها بعض اللاعبين لم يوفقوا خالص زي سيف عيسي اتغلب من اول ماتش وهو صاحب برونزيت اللي فاتت زي كيشو اتغلب من اول ماتش وهو كان برونزيت اللي فاتت تمام في زياد السيسي برده ما كانش زياد السيسي ماش محاقش مجالية في اللي فاتت انا فاهم بس كان قريب بس كان مرشح الاول اه بالضبط وبعد يعني زياد الكيس بتاعه تدرس تحقيق الزياد بعد ما وصل الى السيمي فاينل فقط تركيزه تماما زياد كان خلاص واثق انه هو هيجيب الدهم ما بيفكرش غير في الدهام هيلاعب المنافس التونسي رقم 13 على العالم فبالتالي بعيد طبيعي ان احنا عبطال افغاني انا عجبني جدا موضوع حضرتك وصراحتك في الكلام امر مهم جدا زياد نفسه حتى لما حاولوا بعض الالمين يعني يقولوا انه مثلا اعداده كانش كويس لا لم يلا انا لا اقلوم التحكيم انا ملومش غير نفسي ان انا فقدت تركيزي في وقت ما كانش يفقد افقد في تركيزي هل كان عندنا تقصير بشكل او باخر بخصوص التعامل النفسي مع اللاعبين واللعبات في مراحل مهمة زي دي في دورة اولمبية زي دي هل كنا محتاجين اطباء نفسيين يكونوا موجودين مع عبطالنا مفيش بطل اولمبي الا ما محتاج يكون شغال معاه بقاله فترة كنت بتوفر معاه ده فانا لا لا ما خلينا اكلم كلام موقعي يعني مثلا ما انفعش تيجي تقول اللعيب مهزوز هاتله حد دلوقتي هيحل القصة كل لعيب من اللي موجودين دوله على فكرة عنده المنتري كوتش بتاعه عنده اللايف كوتش بتاعه حتى لو مش موجود معاه فيزيكلي في البعثة فهو بيعمل بتاعته وبيكلم معاه فهي موجودة خلاص لان ده شغال معاه بقاله شهور بقاله سنين حافظ مشاكله حافظ ايه اللي بيحصل حافظ معاه ايه اللي مفروض يعمله لما يحصل كذا او كذا او كذا بس ده مش تحت اشراف سواء الاتحادات او اللاجنة الولمبيعية كل اتحاد ليه الجهاز بتاعه وكل العيب داخل الاتحاد ليه برضو شغله الخاص اوكي فكل اتحاد مسئول مسئولية كاملة عن الشغل الفني اللي تم خلاص احنا كالاجنة الولمبية ووزارة احنا بنتابع معهم احنا مسئول عن البعثة نفسها خلاص انما انا لا اتدخل في فنياتك داخل ال واختياراتك الداخلية اوكي الوزارة نفس الشيء الوزارة بتدعم ماليا بتتابع ماليا الصرف انما لا تتدخل معاك فنيا في الامور الفنية بتاعة الابداء قبل مطلع الفاصل الحراك بتصنف حصول مصر على ثلاث ميداليات فاقل في ادارة الاعاب الولمبيع بباريس بان ده نجاح ولا فشل لا مش هقولي ولا نجاح ولا فشل هقولي ان احنا طموحنا كان اكبر من كده كان المفروض ترجس في عائتنا ان احنا نجيب على اقلق خمس ست مديليات ده كان يبقى شيء منطقي وطبيعي ليه تقل من سبعة لحداشر يا فني ما كانش منطقي ده بالنسبة لك لا هقولك ليه تقل من سبعة لحداشر اذا شفت الريبورت بتاع رئيس اللجنة الفنية هتعرف اللي اعلنوا على فكرة قبل الاولمبياد هتعرف ليه سبعة لحداشر لان احنا كان الريبورت مكتوب فيه ان فيه ست اتحادات خلاص الطبيعي بتاعها انها تجيب سبعة مديليات اللي هم مين السلاح عنده تلات لعبين بتلات فرص بس فرصهم مش كبيرة قوي هيخلص بمديليا قد حدث الخماسي عنده اثنين لعبين قادرين يوصلوا مديليات الطبيعي ان واحد منهم على القد يجيب يخلص بوقت حصل الرفع الاسقال عنده اثنين المفروض يجيبوا مديليات كريم كحلة و ما حصلش الكريم حصل له اصابة خلاص فجابوا واحدة بس فدي واحدة واعت ثم ثلاثة اتحادات كانت غير مفاقة تماما عزمي بحلبة في الرماية سيف عيسى في التايكوندو والمصارعة بالفرصتين اللي كان عندهم قبل من سافر اللي هم عبل طيف منيع و كيشو قلنا ممكن يخلصوا بمديليا واحدة مخلصوش باي مديليا وخلصوا بمركزين خسرهم في الترضي يعني لما بعد شوية توفيق او لم ننجح طبعا لم ننجح لم ننجح ثلاث مديليات فقط لغير انما كنتجتنا في جدول مديليات ها حتلاقينا اعلى من باريس ليه حضرتك اعلى مديليا واحدة دهب اعلى من باريس اعلى من توكيو اه احنا خلصنا بركز 52 توكيو خلصنا 54 كنا ست مديليات اه تمام اه ليه لان مديليا دهب انت بتحسب الدهب الاول اه واحد جايب مديليا دهب والتاني جايب 20 فضة واحدة دهب هو في الترتيب قبل قبل اه فعشان كده حتى لما انا سئلت قبل كده طب انت تفضل تجيب مديليتين فرخماسي يكونوا فضة وبرونز ولا تجيب مديليا واحدة دهب ولا تجيب الدهب طبعا لان الدهب حتحطنا في مكانة تانية في جدول مديليات وده الاهم خبراك اللي رايح يلعب على برونز ممكن تقع منه اللي رايح يلعب على دهب لما تقع منه هتيجي فضة او برونز شوفي صارة سمير وهي بتعيت اه ما كانتش بتجيبها خلاص فكلنا فجئنا اه انها في الاخر برافو علينا تماسكت وقدرت انها توصل لفضة مفيش اي دروب حصل اه من اي نوع اللعيب برضو يعني بشر في الاخر خلاص اكيد اه فوارد انه هو يحصل له دروب ازاي يطلع منه بسرعة خلاص يعني مهندة شعبان عندنا في الخماسي خلاص موجود طبيعي انه هو خلاص اول سلاح مش احمد الجندي تمام احمد كان مركز اكتر منه مهند كان ماشي اول في السلاح لغاية اخر عشر مبارات نلعب 35 مبارات لغاية اخر عشر مبارات مهند ماشي اول سلاح واحمد ماشي خامس سلاح اوكي خسر مهند ست مبارات واربع خلاص فقط تركيزه تماما تمام طب الدروس المستفادة للجنة الاولمبية من المشاركة دي اه سواء من حيث العدد اللي شارك او من حيث عدد الميداليات نفسها او من حيث بعض التقارير ربما لانتو او بعض المشكلات اللي حصلت ايه الدروس المستفادة ايه اللي حنحاول نتفاداه في المشاركة المجبلة هل حنركز برضو ان العدد بتاع البيع سيكون كبير او عدد المشاركين والمشاركات يكون كبير ولا حنركز على فكرة ان حتى لو العدد مش كبير وسيلا اهم ان انا اطلع بالتارجتس بتاعتنا او اطلع بالاهداف اللي احنا عايزينها من حيث عدد الميداليات ايضا بص اه قبل ما هجاوبك انا هقولك حاجة تانية اه كرة القدم ام منتخب الاول بتاعنا مش كلنا نفسنا انه يوصل كاس العالم طبعا اكيد صح طبعا طيب هل هو حينفس كاس العالم على احد الميداليات يبقى ما انطلعوش يبقى لوصل كاس العالم يلعب ولا ما يلعبش يلعب طبعا يلعب طبعا اكيد نفس الكنسل ده خده بقى لجميع كل لعبة لعبة ام خلاص انا كرة طايرة هو يفوز على تونس ويوصل الالولمبياد بالزبط يلعب ولا ما يلعبش يلعب بس كانت مشاكلة طبعا سيئة جدا انت عارف في الاول انت يعني انت بتحاول تحسن المستوى بس انت عارف انك انت وصلت للمستوى لسه ما تدارش تنافس بس لازم تبني عليه فلازم الترجس تبقى واضح اوكي والفورم اللي هو واضح عارفك انا فورم اللي بتاعت ان انا ازاي اقدر انافس موجودة وسهلة بس تبدأ تنفزها من دلوقتي يتبقى خطة اتحاد بيسلم اتحاد ويكملوا بنفس الطريقة وبنفس المنهج طب هل ممكن يا فندم نسافر بالعدد ده من اللاعبين بس نركز على عدد معين من المتوقع ان هم يجيبوا مداليات من حيثه الصرف ومين قالك انها ما حصلش ده حصل طبعا ده حصل مع مين مع وزارات شباب الرياضة حصل بالكامل انا فهم هو بتنسيك مع وزارات شباب الرياضة بنا سأقضل مين من ابطالنا يعني حصل بي لما حطينا الماليات المطلوبة خلاص الاتحادات طلبت حوالي 800 مليون جنيه في 3 سنين قعدنا مع الاتحادات وقدنا مع الوزارات شباب الرياضة وخفضنا هذا المبلغ بالاتفاق مع كل ل500 مليون جنيه تمام تمام قدم من 3 سنين بعد توكيو تمام طيب بعد توكيو حصل ايه حصل تعوين حصل تعوين مرتين ايو ايو خلاص فجينا في اخر سنة المبلغ مش هتكفي المبلغ المتبقية عشان نعمل التارجز عشان عشان نصف على جميع الاتحادات مش هتكفي مش هتكفي مش هتكفي خلاص السفرية اللي كان بتكلف نص مليون هتكلف مليون هتكلف ربع هتكلف نص طب هنعمل ايه بالاتفاق مع وزارة شباب الرياضة ان احنا مش هنضحي باي اي حد من اللي عندهم فرص دول برنامجهم هيمشي اللي اخ اللي فرصه اقل الصرف عليه مش هيفرق كتير قوي لقتي ان انا انت هتطلع اتنين وثلاثين لو انا يعني كنت نوع خليك تطلع ستة وعشين مش هتفرية جدير نستنى شوي تستحمل شوي معنا معايا حضرتك بس تاخد خبرات المشاركة لم نقصر في كل من عنده كان عنده فرص خلاص يعني هديك مثال بتاع السلاح اه اشتلعت بنتم السلاح قالت اه انا اداد ما كانش احسن حاجة ايو اعمل لسه كنت حاجل حركة في كل الاسئلة دي السلاح عندنا فرص في جميع الاسلحة في الرجال اه سيف مبارزة وشيش واسيف اه ولأ وعندنا فرص صفر في البنات صفر صفر خلاص ورئيس الاتحاد كابتنا عمنا من حسيني قال كده في تقريده قبل السفر اوك قال يا جماعة انا ما عنديش اي فرصة في البنات وحنتغير لب دابل سكور ام تمام انما احنا ابطال القارة اوك فبالتالي انت بتروح تلعب في الفناء او بقى تمانية دور تمانية على طول اول لعب التامن فانت اول ماتش ليك انت تصنيفك التامن هتلعب الاول هتعمل ايه وعلى فكرة وفي بعض الفرق في السلاح ما تغلبتش حتى دابل تغلبت تريبل سكور يعني انتغلب خمسة واربعين اربعتاشك ام 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 تمام طيب ده اللي بقولك انا ما اتعدتش كويس اه انا معايش فلوس كافية فانا عدت ركست على الولاد اكتر وده حقي كاتحاد من لازم احط فلوسي في المكان اللي يجيبلي النتيجة الافضل محطيتوش في البنات طيب لو كنت حتيته بقى في البنات زي الولاد هل كنت نفست على الميديلات برضو ما كانش هيحصل ما كانش هيحصل كنت كنت سكورة حيتحسن اكيد بس ما كانش هيحصل فانا كان لازم اضحي بحاجة عشان يعني الامر مدروس طبعا الامر مدروس مفيش حد مش عايز ينجح قطيت خلاص فالامر مدروس تماما خلاص على قد مكانياتنا بنحاول نعمل اقصى حاجة ممكنة اه خلاص ما عنديك مثال تاني فضل اه فريق الباسكت فريق الامبياي بتاع الباسكت بتاع الامريكا اوك اللي فاز بذهابية الرجال والسيدات طبعا تمام القرية الاولمبية بالنسباله ما كانتش مريح مفيش تكيفات اه السرير اه كرتونه مش بالطول الكافي بتاعهم اوك فقراروا يعملوا ايه مع نفسهم قراروا يحجزوا فونده خارجي خلاص خارج القرار لنفسهم اه وللبنات يكلفهم اديه خمستاشر مليون دولار خمستاشر مليون دولار لمدة الايه الدورة فقط وجابوا ادهب هنا وهنا طيب خمستاشر مليون دولار ده يعملوا كم مصري اه رقم كبير اه رقم سبعمائة وخمسين مليون ما تعريبا تعريبا اه اش كده طيب مصر صرفت في تلات سنين في تلات سنين على تمانية وعشرين لعبة خلاص اعداد للولمبياد خمسمائة مليون ام ام الامريكا صرفته في الباسكت في الاسبوعين اه فما ليه موضوع المليار والرابع ده المليار والرابع ده ما صرفه وزارة الشباب والرياضة على الرياضة في مصر على الرياضة في مصر على الرياضة في مصر فعني مش رياضة البطولة فقط اه اه مش رياضة البطولة فقط وزارة الشباب والرياضة مش منوط بيها اه المنافسة الرياضية فقط منوب بيها الرياضة في مصر والشباب في مصر طبعا خلاص فهو صرف مليون ورب بصورة عشرة يعمل مجهود كبير جدا خلاص في انه حتى يوفر ماليات من خارج ميزانية الدولة تمام موضوع وموضوع التسويق بشكل مختلف تمام فطبعا اي وزير عايز ينجح اي وزير عايز يوفر ماليات قدر مستوى عشان يقدر يعمل بيها حاجات اكتر زي ما احنا كرجنة المنبي خلاص احنا يمكن في اللجنة الولمبية كان ملف في فاشل تماما خلاص الى بداية السنة دي بداية السنة دي كانت اول يعني نجيبهم اول سنة نجيب بجد يعني يسندوا معنا شوية كلجنة الولمبية في المصاريف في بعض الاتحادات شغالة احسن من لجنة الولمبية في جلب هو في محاسبة فعلا للاتحادات من قبل لجنة الولمبية تاني محاسبة يعني انا قلوم الاتحاد واعطاب عليه مثلا عقوبة لا اعطابها انما انا حاسبه اقول له ادي توقعاتك ادي الترجل سنة دي كانت تحققها عملتها ولا عملتها حسن منها ولا عملتها وحاش منها تمام واعلن الكلام ده الرأي العام بالكامل ليه اعلنوا الرأي العام عشان الجماعية العمومية خلاص اللي هي الاندية اللي بتختار هذا المجلس تبقى بتختاره عن وعي اوكي خلاص المجلس ده ادى الطموح اللي انت عايزه يا باشا خليهم يكملوا واختارهم تاني ما قداش اختارنا سغيرهم هم غير قادرين على تنفيذ هذا اختارنا الثانية تمام في جزئية كانت غريبة للمتابعين وهي التوقعات اللي كانت بتتقال على الجروب من اللجنة الالنمبية ان فلان الفلاني حيلعب وحيخسر قبل المشاركة نفسها او قبل المباراة بتاعته هل كنتم وفقين؟ عايز ملابسات اه ياريت ياريت تدي الملابسات الموضوع ده بصراح كان غريب جدا احنا كان معنا عشر صحفين اه معنا من يمكن يمثلوا جميع القطاعات في مصر اوكي 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 اه وكانوا مغطيين الحقيقة بشكل اكثر من رائع كويس وكانوا بنجتمع معهم كل يوم يعني في نهاية كل يوم في اجتماع في منصق اعلامي عندنا اه دعاء بدر والاعلاميين كلهم عظاماء الحقيقة وكانوا بيشتكوا ان احنا اه بعض الصحفين في مصر بيكتبوا حاجات وفي اخبار بتطلع قبل ما هم حتى يطلعوها من ايه من داخل باريس من داخل الحدث اوكي فالتجويدة دي وصلت في يوم واحد يعني هي اتعاملت في يوم واحد وتعاملت بشكل خاطئ اه خلاص اتعامل شكل خاطئ حلو اول عشان كده تاني يوم على طول ما ما لقيتها اختفت اتلغيت ما اتعاملتش اه ليه؟ لانها اتعامل بطريقة مش مزبوطة اتعامل بطريقة مش مزبوطة بطريقة مخبطة جدا خلاص لو اي لعب ارى ان اللجنة او اتحاده متوقع ان هو يفشل خلاص ما ديه خلط لان نحن في الرياضة في الرياضة دايما فيها امل اكيد انا لو بلازل الاعب بطل العالم فانا برضو عندي فرص فرصي مش صف بالزبط تمام انا برازيل بتلاعب تأموك تتغلب مزبوط تمام في الكورة حتى فحصيت مع البرازيل في البرازيل في كاس العالم خلص التسابع من المانيا من المانيا تمام فالخسارة والمكسب وردين الطموح دايما موجود احنا عندنا لعيبة جمدة خصيت من لعيبة اقل وعندنا العكس عندنا في لعيبة كان متوقعة لها اقل عملت افضل دول لازم ما دي زخيرة مصر دول لازم نثني عليهم يعني محمد السيد اللي جاب البرونزيل في السلاح اه طبعا بطل ده لما وصلت دور التمانية في الاولمبياد اللي فاتت وهو لسه ناشئ اه لو كنا بقى قلنا له انت ما عملتش وازاي وابتاع كان زمنه محبط لا نشتغلوا معاه شخصية فريدة قوي يعني انا شفت له فيديو هو في الاولمبياد اللي فاتت ازبوط هو بيحفز نفسه بيخلق دوافع على نفسه وبيشوف اللي بياخد الميدالية الزهبية بيقول لك انا حبقى مكانه في الدورة الرعابة المقبلة انت رحت قوضة رحت قوضة احمد الجندي اللي بينام فيها بيتهم لا طبعا ها ها هتلاقيه كاتب 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 خلاص اه انا هجيب الميدالية الزهبية يعني كل ما يسحى منهم كده شايف قدامه الميدالية وفيشولايزنج هجيبها ازاي تمام دي تهيئة نفسية وزهنية طبعا اللي نفسه اه انا بحيي المنتل كووش واللايف كووش طبعا وكل الجهاز بتاعه خلاص ده احمد الجنديا جميع اللي اشتغل معاه باخلاص كبير جدا الى ان وصلنا لتحطيم الرقم العالمي والرقم الولمبي اللي هو كان التارجل اللي احنا حطينه خلاص بس التارجل ده لو واحت للجهاز مش مخلص في عمله مش هيتحق صح نكيد طيب هنروح لفاصل اسمح لي بعد الفاصل بقى نتكلم في شوية مشاكل شوية وناخد من حضرتك توضحات لان حوار مع حضرتك واضح وصريح جدا وحتى اجابات حضرتك منتهى الوضوح والصراحة اعتقد حوار ممتع جدا بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الازمات اللي حصلت واللي تناولناها بالمناسبة وحنتكلم كمان في المستقبل وازاي نجهز نفسنا للجاي وازاي يكون عندنا طموحات اكبر وعدد من دليات اكبر باذن الله تعالى في لوس انجلوس نتكلم عن انتخابات الاتحادات واللجنة الولمبية عندها ملافات كتير جدا لسه مكاملين في لوس 90 استنونا بعد الفاصل اهلا بحراركم من جديد لسه مستمرين في حوار شايق وممتع جدا مع المهندس شريف العريان الامين العام للجنة الولمبية ورئيس الاتحادة المصر الخماسي الحديث والحوار في الحقيقة غاية في الصراحة بالتالي اتكلمنا عن كواليس كتير اللي علاقة بالمنافسات لكن بالتحديد هابتدي اسأل المهندس شريف على بعض الازمات والمشكلات اللي حصلت في البعثة المصرية هناك في باريس فخاليني بداية ابتدي مع حضرتك بموضوع قيشو لان اللجنة الولمبية كان فيه بيان ادانت من خلاله قيشو وبعد كده الشرطة فرنسية نفسها يعني برأت اللاعب نفسه وقالت ان الكاميرات اثبتت ان هو ما كانش فيه اي وقع التحرش ولا كان فيه اي امر من الامور دي هل اللجنة الولمبية تصرعت في الحكم على قيشو لا اللجنة الولمبية كانت واضحة وصريحة في بيانة يعني انا جالي مكالمة ساعة اربعة وربع الفجر اه خلاص في هذا اليوم اوكي بصفة الامين العام طبعا وانا لست مشانا المسؤول المباشر عن الباسة في رئيس باسة وانا برئيس باسة ام انما هما توصلوا معايا وقالولي اه فيه اللاعب مصري ام خلاص اوكي اه ممسوك في الاسم اه خلاص اه فيه شبه التحرش تمام تمام توصلنا فورا مع ادارة الباسة ومع السفارة المصرية ام والحقيقة انا بحيي السفير اه المصري الفرنسا يعني اه الراجل عمل شغل اه اكثر من رائع كويس خلاص وكان اه يعني ملمج بميع القوانين وكان اه معنا في كل حاجة احنا كان عندنا اعني ازمات كتير الحقيقة الراجل معي السفير علاء يوسف طبعا السفير علاء يوسف زكريا راجل رائع اه وبحيي برضو اه هشام عزة تمام من السفارة برضو اه يعني كانوا معنا في كل لحظة اوكي اه وبنحل مع بعض اي مشكلة موجودة بشكل حل سريع موضوع كيشو اه فموضوع كيشو اه اه تعملنا فيه على طول اه احنا لا تقوم بالتأكس اوكي اوكي ولا ما عملش ولا اي حاجة مم فعش كده كان بيان اللجنة بما ان بعض القنوات العالمية كتبت اه في هذا الموضوع فكان لازم ان احنا والصحف الفرنسية نفسها والفرنسية والانجليزية بزبط وصحف كتير الحقيقة اه خلاص فاضطرنا ان احنا لازم نقول حاجة يبقى فيه بيان تمام اه هو متهم بكذا اه هو متهم بكذا هو كان موجود في المكان الفلاني كان موجود في المكان الفلاني اه اللي خرج بدون اذن خرج بازن ان هو رح يتفرج على الفاينل بتاع وزنه فقط ده مفيش في مشكلة اوكي ثم قفل تليفونه واختفى اه تمام اه ده ده الريدي مخالفة نقدر نرحله عليها لو عايزين تمام او نشوف الاسبابها ايه تمام اه رح فين وعمل ايه ده هنشوفه خلاص اه وقع زي التحرش دي حاجة كبيرة جدا اه وحاجة يعني جريمة في فرنسا طبعا جريمة كبيرة ايه فايحة اه ولو كانت ثبتت عليه لأ كان زي ما لسه هناك وكان زي ما لنا بنشوف محامي ونشوف هنمشي ازاي في الاجراءات اه الحمد لله ان هزي التهمة اه لم تثبت عليه الحمد لله خلاص فبالتالي ده حاجة كويسة اه ورجع من اه بعد ما خرج خرج على اه على مصر رجع في المعادة الطبيعية المحددة لا لا طبعا ما رجعش من المعادة الطبيعية المحددة اطلاقا اطلقا اطلقنا نغير التذكرة اللي كان مفوض هيرجع بيها لان هو قعد عبالما خلصنا القصة دي ممكن تلتة او اربع ايام اه خلاص يعني كان مفوض يرجع عبل كده طبعا كان مفوض يرجع عبل كده اه اوكي تمام انما غيرنا التذاكر لانه ما كانش هيل حق تغير اكيد تمام فالمهم انه هغيرناها ورجعناها اه انما غيرنا البيان بعد كده مش غيرنا البيان غيرنا التصريح لإيه ان هو لازال حيعرض على لجنة الخيم اوكي لان هو اخطأ ولازم نشوف مدى حجم الخطأ ده اه هنتعامل معاه ازاي ام خلاص انما وقعت التحرش خلاص بقى اركنا على جنب كده خلاص خلاص ايه ما حصلتش او مش موجودة فانتهت اه تمام انما هل كان مفوض يكون بي بيان اخر تو فيحاسب عليها هل كان ده البيان الاول هل كان من المفروض او من منطقي بشكل اكبر ان يكون في بيان اخر اكثر توضيحا بعد تبرئة اللعب نفسه من اللجنة الولمبية في بيان تاني تلع في بيان تاني تلع في بيان تاني تلع قال تحويل القصة من من كذا الى كذا اوكي تمام فبالتالي دي طبعا دي كان عقوبتها ممكن توصل عندنا الى الشضب النهائي مالعبش تاني خلاص طيب هل كان في وقعة اخرى تتعلق بلاعب منتخب الكرة الطائرة رجال انا انا مش حابة بعلق على اي حاجة اخرى بس انا اقدر اقول لجنة الولمبية قالت ان نفت الوقع لن اعلق على هذا لن تعلق لن اعلق على هذا الموضوع اه اقدر اقولك ان هذه البعثة كان فيها مشاكل يعني بعض الازمات اكتر من الطبيعي بمعنى انا حضرت سبع ثمان اولمبيات تمام بصفات مختلفة من اول لاعب اوكي لإداري لرئيس بعثة الاسكتير عام خلاص اوكي مش عارف مين مرة دي كانت المشاكل اكتر من الطبيعي السبب ايه فيه ازباب خارجة عن ارادات زي زي الاكل مثلا خلاص ازمة الاكل الاكل كانت ازمة لكل الدول خلاص الاكل مش متنوع كافي النزه البروتين مش كافية فكان كل الدول بشتكي انا خبالك بيقى فيه اجتماع اسمه اجتماع رؤسائي البعثات كل يوم صباحة نساعة سبعة الصباح خلاص لغاية ما الدورة تخلص فكل الدول بتقول اللي عندها فده كان من ضمن المشاكل اللي موجود موضوع التكييفات ده موضوع معروف من قبل السفر بسنتين ثلاثة حضرتك مش الناس راحك فجأت ان ما فيش تكييف لا ده فرنسا عاملها عن قصد عشان المحافظة على البيئة وهكذا وهكذا خلاص وعملها سيستم بحيث ان الجو مش هيبقى حر قوي انه كان فيه بعض الايام خلاص كان فيه يومين ثلاثة اربعة في خلال الاسبوعين دول فكان اتعملنا اتعملنا يعني ايه يعني اضرت البعثة جابت مراوح خلاص اشترت مراوح ورجعنا بها على مصر نحنها عهدة في الآخر خلاص اوكي واستعملناها لفرقة اليد ثم استعملناها بعد كده لفرقة الخماسي لما فرقة اليد سفرت على ليل تمام فدي كانت شكوى من لعبين كتير خلاص الدنيا حر شوية بزياد تمام انما القرية كقرية اولمبية كزا اي قرية اولمبية خلاص اوكي بس دي شكاوى تتعلق بالتنظيم نفسه اوكي بكلم عمشتوى الاندباطي والالتزامي هل كان فيه ازمات اكتر من كده لا اوليلا يعني يعني لما يبقى عندك اه اتنين تلاتة فوسط مائة تمانية واربعين خلاص اوكي حد ما التزمش مرة هنا او ما التزمش مرة هنا بكلام رئيس اتحاده او بكلام رئيس البعثة دي مش نسبة كبيرة دي نسبة موجودة فيه اغلب البعثات كلها خلاص اه كان فيه كيس كان فيه كيس تمان طيب نائل نصار كان سافر من امريكا لباريس اضبوط وكان فيه قرار روزاري بالمبلغ او الاتصرف على البعثة او الاتصرف على المدربين او الفروسية يعني بشكل عام وفي الاخر ما شاركش نائل نصار مين تحمل التكلفة لان نائل نفسه كان وضح ان التكلفة كلها عالية لا خلينا واضحين الفروسية هي اجلى لعبة من تكلفة من نخل الخيول التحديدة طبعا طبعا فتكلفتها عالية جدا نائل نصار مشكورا خلاص هو اللي تحمل كل تكلفته بخيوله بمدربينه بكل حاجة اوكي فولم يحمل للدولة اه اه فلوس دياتي تمام خلاص اه كونه بقى ان الحصان جات له اصابة في الوقت اللي ما نقدرش حتى ولا نبدل للحصان اه ولا نبدل للراكب الحصان بالراكب الريزيرف اه رقم اتنين اه ده توقيت ده توقيت سيء لما نائل كمل او عايز يلعب الولمبيات طبعا نفسه يلعب الولمبيات اه ونفسه حقق ميديليا للمصر في الولمبيات وفرصته ما كانتش صفر وكان احد اللاعبين كيف كان التواصل من اللجنة الولمبية مع نائل نفسه من قبل الولمبيات او حتى بخصوص اعداده لدورة الولمبيات طبعا اتحاد الفروسية اه الجديد الموجود والقديم اللي قبليه خلاص اوكي كانوا في تواصل مع جميع اللاعبين اه فالاعداد كله بيتم بقرات وزارية من عندنا هو حد يقدر يروح يلعب في الطولة بدون موافقة الاتحاد لا هو مين اللي بيسجل عالبورتل الاتحاد الاتحاد اكيد فلازم الاتحاد هيبقى على تواصل مع جميع اللاعبين المحترفين لبرة اه خلاص فان انا عايز يلعب بالبطولة دي اه فيديلهم موافقة او يقولوا لا فان انا مش موافقة ان اكتبع بالبطولة دي طبعا لازم يديلهم موافقة لازم هو اللي يسجلوا اه تمام فالخطة نفسها والاعداد لا ده كان حتها اتحاد فرسية طبعا وتم اعتمدها من لجنة الولمبية والوزارة يوم نعيات تمام وقبل المشاركة بتاعتها مباشرة وزن زاد 700 جرام تعليق حضرتك حضرتك ايه على القصة دي تعديدا انت عارف فيه كم لعب من كم دولة خلاص في الالعاب اللي فيها ميزان مم ما لعبش عشان وزنه كان زي كم حوالي خمس او ست لعبي خمس او ست لعبي في الدورة الحالية في الدورة دي خلاص من من العاب مختلفة من دول مختلفة اللي كان زايد 200 جرام اللي كان زايد كيلو اللي كان زايد 700 اللي زود نفسه عشان مايلعبش فيه ناس عابد كده اه طبعا حاجة مش عارف القصة يومنا منهم لا لا طبعا لا طبعا خلاص المبرر حقيقي اللي قاله رئيس فيه لعيب من دولة اه زود نفسه يعني زود نفسه عشان مايلعبش عشان القرعة طلعته حيلعب حيلعب اللعب بتاع اسرائيل خلاص وهو مش عايز يلعبه ولو انسحب حيتوقف لاني ده خلاص فكان ده المبرر الوحيد بس ده عنده مبرر ما انا بقول لك اخر باقي اللاعبين ما يدروش ينزلوا في الوزن للوزن المطلوب طب للمبارة اه تمام طيب هل يومنا عندنا غلطت الحقيقة لأ طيب لانه يومنا اتوازنت على الميزان اللي موجود مع البعثة تمام الليلة اللي قابليها قدرت انها تنزل قابليها تماماً واربين ساعة كانت زايدها كيلو نص عن الوزن اللي هي ما تقول قصله ودا شيء طبيعي 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 جداً في الالعاب قابل مش هيكل ثمانبين ساعة ما هي بقى زايد ممكن العيبة زايد كيلو زايد نص اوك اوك خلاص ممكن العيبة بقى قريضي بس ده قيمكوا طبيعية يعني ده اخيمنا في الالعاب اللي فيها اوزان طبيعي انك انت بتنزل الوزن خلاص اوكي بس انت ده انت بعارف ازاي تنزله بحيس ان ما تبقاش مرحق بالزيادة. مم. انك بزلت موجود كبير اوى عشان تنزله. مم. فما تدرش تقدي في الملعب. تمام. تمام. فهي نزلت للوزن ولما وزنت الصبحة كان آآ واللجنة الطبية كده بتقريرها ومتعلي ده تعرض آآ. اوكي. يعني على كل. ندا حافظ شاركت وهي حامل في الشهر السابع. نظبوط. كنتوا عارفين? طبعا لا. طبعا لا. طبعا لا. اجابة واضحة وصريحة. مم. ندا حافظ ما كناش عارفين انها حامل. اه. تمام. اه. هتقول لي ما كانش باين عليها. بالزبط. لا ما كانش باين على يعني مش شكل واحدة حامل في الشهر السابع. اه. كانت شكلها انا من نسبة لي ندا عرفها كويس. كانت زايدة في الوزن شوية. خلاص. اه. بتدعب تالت اولمبياد ليها. انا اقدر اركد لك ان ولا الاتحاد المصري للسلاح. ولا اللجنة الولمبية. مم. كانوا على علم بان ندا حامل. ولا حد حتى بعد ما خلصت. انا كلمنا حتى بصراحة علم ان كنتش عارف. غير لما نزلت البوست اللي نزلته. الكمباترز اللي جوايا. ممم. كنا كذا. وعلى فكرة. ندا جابت احسن نتيجة ليها في الولمبياد. مم. المرادة. مم. الها بالتالتة الولمبياد. طبعا. المرتين الاولين بتطلع من دور الاول. المرادة طلعت من دور دور الستاشر. اه. انما التعامل هل صح اللي ندا عملته. نعم. انها ما تقولش. نعم طبعا. لأ مش صح. كان لازم تقول. هل لو كانت قالت. ما هو انا انا كلاعيب برضو يعني. اصلا قدر الله لو كان حصل لها حاجة. بص انا هقول لك انا هقول لك قصة. اتفضل. انا هقول لك قصة. اه. يعني حصلت لنا. اه. خلاص وعشان بس يعني احط. تمام. الاولمبياد مهمة ازاي. اوكي. خلاص اوكي. انا الرجل اللي عابت اولمبياد اتنين وتسعين. اه. خلاص. اه. منتخب مصر الخماسي حديث. اوكي. خلاص. كنا معسكرين في الماكز زومبي في المعادة. ام. الماكز زومبي في المعادة. ام. خلاص كان لسه فاتح الماكز زومبي كان امكين اول منتخبات تعسكر فيه. ام. قبل الصفر بتاعنا للأولمبياد باربعة ايام امكين. ام. خلاص. حصل لي التواء شديد في الانكل. اه. خلاص في التمرين. وكنا هناك معسكرين التلاتة لعيبة. كنا تلاتة زاد واحد احتياطي. اوكي. خلاص الخماسي بيسافر بتلاتة. ام. انما كنا معسكرين اربع لعيبة. اه ومتاهلين كفريق. تمام. تمام. قبل الاولمبياد باربعة ايام. يحصل للتواء شديد جدا. خلاص. ورجلية تبقى ورمة بشكل كبير جدا. ام. انا عملت ايه. ايه. خلاص وكان عندها مدرب روسي الوقتين. اوكي. تمام? انا زوخت من التمرين لمدة تلاتة ا殆. زوخت. زوخت من التمرين لمدة التلاتة. المدرب مش فاهم انا مبيجيش ليه التمرين. ببنزلش التمرين ليه. بتزلش السباحة. بتزلش الجرز. اه. انا مش قادر انزل انا. طبعا. انا بس مزوغ مزوغ اللي حادتك. اه. عشان خايف ان ملعبش واللح توضع تقول يخش. اه. تمام انا ركبت الطيارة. خلاص يعني انا ركبت الطيارة. والطيارة عملت في الهوى. واول ما عملت في الاوى خلاص طلبت الدكتور الدكتور البعثة. يا خبر ربي. وانا في الهوى. اه. خلاص. مش فاكر حتى والله. عشان الحدس نفسه حابب ان انت تشارك فيه. طبعا. حتى لو اصابة اه موجودة. وعارف ان رقم ان ده على فكرة اعتبر تصرف برضو خطأ ايه. انا بقول له تصرف خاطئ. طبعا. خلاص هو جيه. وجال الدكتور بتاع البعثة. اه. وقلت له انا رجلي وانا طالع السلم اتلوت. اه. اتلوت. اه. خلاص وانا سمحت بصيلة عليها. اه. بص عليها. وهو دكتور طبعا. اه. فقال يا شيف الاصابة دي مش اصابة دلوقتي. مش نص ساعة فات. ايه. دي شكلها بقالها كزا يوم. اه. اقول له يا دكتور انا بقول لك. وانا طالع السلم الطيارة. اه. هو ده اللي حصل. مش ده. وبعدية باربع خمس يام احنا لعبنا. اه. وكانت الاصابة راحت خالص. تمام? بس انا بقول لك. كنت حريص على المشاركة. ادي ايه. وده اللي ده ده حصل. اه. اه. وهل لو نادى حافظ كانت قالت للاتحاد انها حامل. هل كان هيخد قرار ان هو يسفرها? في الغالب لا. في الغالب لا. طيب. في الغالب لا. طيب. فريدة عثمان ده. ايه حكايتها? لان هي حتى عملت فيديو وقالت الناس في اللجنة الولمبية اروا الميل غلط. واما وما كانوش عارفين اللايحة بتاعت المشاركة. وادوني من هنا. ما قلتش كده قوي. خلاص اوكي. هي. هي فريدة. اه. فيديو كان واضح. لا ما انا هقولك. فريدة. فريدة بطلة. طبعا. لعبة ثلاثة اول اول اولمبياد شركة باليونيفرسالتي. اه. اه. اللي هو زي الوالد كارد. اوكي. انا محققتش الرقم التأهيلي. اه. خلاص. انه كانت زغيرة. التاني ده كانت اولمبياد لندن 2012. اه. كانت هي وشهاب يونس هم اللاعبين اللي مسلوا مصر في السباحة. اه. اه. بعدها حققت الرقم التأهيلي وتأهلت بضرحة. اه. اه. اولمبياد بعدها توكيو نفس الشيء. اه. دي كانت هتبقى الرابع اولمبياد الفريدة. اه. لو كانت لابت. وده اعجاز برضو في الرياضة ان الواحد يلعب اربع اولمبياد. اربعة ادرب اربعة فاربعة بستاشر. اه. يعني بقى لك ستاشر سنة. في في اعلى مستوى. اه تنافسي. اه المشكلة. انا اقول لحديك المشكلة. المشكلة في ان السباحة دي تأهيل بالرقم. ماشي. انت بتحقق حاجة اسمها كات ايه? ليك رقم تأهيلي. اه. رقم بتاع الخمسين متر حرة مسلا اربعة وشرين. مسلا يعني. انا مش حافظة الرقم بس بقول لك بديك مسلا. لو حققته انت تأهلت بالاسم على طول. اوكي. لو لم تحققه هتستنى حاجة اسمها الكات بي. تمام. يعني انا بكمل المسابقات. لو مسابقة. هيلعب فيها مسلا ستة وستين لعب. او ستين لعب. اه. وتأهل بس تمانية وخمسين. هكمل من الكات بي. تمام. الى الاصل الى الحد الاخصى بتاع هذه المسابقة. ام. ام. تمام? ام. والسباحة من الالعاب اللي هي فيها حاجة اسمها يعني الاتحاد الدولي مع اللجنة الدولية. بيحاول يوصلوا ان يبقى كل دولة ممثلة على الاقل بلعب اللعبة. تمام. فحنا في مصر اتأهلنا مروان الاماش فقط لحقق الكات اي. اوكي. وفريدة كانت قريبة قوي بس لم تحقق هزا الرقم. ليه ليه تم ببلاك ان هي هتشارك وان هي تجاهز نفسها الصفر مع البحصل. اه. 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 بس عشان الوقت بيداهمني. اه. فريدة كانت محطوطة في الايميل بتاع الاتحاد المصري. ام. للاتحاد الدولي. رقم واحد. خلاص في الاتحاد المصري عايزة هي. ورقم اتنين كانت لوجاين. رقم تلاتة كانت بنت تانية. وكل واحد سيبقى وحاعة في ايه. تمام. وكان فريدة انطبق عليها الشروط على فكرة. اوكي. لانها. اوكي. تاخدها لو ممنوع تاخدها مرتين. اوكي. ممنوع تاخدها اكتب من مرتين. وممنوع تكونها عدت تلاتين سنة. تمام. وفريدة لسه معدتش التلاتين كان وخدتها مرة اهده بس. ام. فانا انا توقعت ان هي مدام اسمها محطوط. واليونيفرسي حيعلنوا الاسماء. اه. في نهاية يونيا. فهي هتبقى موجودة. يعني ايه اللي خليهم ما يقولوش. اوكي. وده كان خطأ مني انا. بس ده كان بعد ما التأهيل خلص. ام. هو التأهيل خلص. كان خطأ من حضرتك. لا كان خطأ مني انا ان اقول لها ان شاء الله هتكوني موجودة من. اوكي. خلاص. فهي تخليلت انه اه ما حقيتش الرقم. ام. وخلاص اعرف انها مش هتلعب. تمام. وانا قلتها لأ في احتمال تلعبي من يونيفرسالتي. لان اسمك محطوط اول اسم. خلاص. قلتت في انك قلت لها كده. بس كان التأهيل قردي خلص. تمام. فهي هل ليه ما تأهلتشي محاقلش الارقام. صراحة. دي تسأل فنيا مع اتحال السباحة مشانا لا تقدر ارد. تمام. انما الحيطة دي انا اعتذرت لها عليها. خلاص. انا بحيي حضرت جدا والله على الصراحة. فيش ناس بتعمل كده لو هتعمل. لان انا اديتها. في ناس بتكابر. خلاص. اه. ان ممكن. وبعد كده انا بنفسي روحت. على فكرة لسه الايو سي لازم يبعد جواب. تمام. تمام. وبعد كده طبعا اعلاني. والايو سي فضل ان هو لعابة تكون اصغر في السن هي لتاخد اليونيفرسالتي. طيب. اه اسئلة سريعة واجابات اسرع. اه هل حقا رأيك هتترشح لرئاسة اللجنة الاولمبية المصرية? لم احدد بعد. لم تحدد بعد. اه. في حالة عدم ترشحك. وهقولك ليه لا محدد بعد. طب ماشي قول. لان انتخابات اللجنة الاولمبية المصرية. اه. في عشرين خمسة عشر. اوكي. حسب القانون المصري. اوكي. تمام. انا مترشح او انا قدمت ورق ترشحي. خلاص. وقفى الباب الترشح انبارح في الاتحاد الدولي. اه معا. انا انا قدمت ورق ترشحي على رئاسة الاتحاد الدول. فيه منافسة بيني. اه. وبين جوال بوزوه من فرنسا. وروب ستول من امريكا. شاء اللهكم. فيه تلاتة بحيت نفسه على هذا المنصب. خلاص. وانا شايف ان ده تركيزي منصب فيه. وده الاهم. ده اهم. ده اهم طبعا في الفترة الحالية. ان ان احنا نوصل لاعلى مناصب اه الدولية. اوكي. عشان مصر يبقى ليها ان يبحق خير. لو لم تترشح على اه منصب رئاسة اللجنة الاولمبية المصرية ستدعم المهندس سياسي ادريس. لا يعني تاني. اه اي حد يرشح نفسه. خلاص اوكي. حد دعمه? ادعم ادعم المنافس ياسر. اه. ادعم لو حد منافس احسن منه موجود. حد دعم. سهلا. اه. لو ياسر هو افضل افضل شخص طبعا هدعمه. انا هدعم الرياضة المصرية. اوكي. خلاص? انا اتعاملت مع كلهم زملائي. ام. تمام? كلهم ادوا في الوسط الرياضي. ام. تمام? افضل حد فيهم هيضر يدير. انا هقول ده افضل واحد. وهدعم ايا كان مين هو هيبقى الرئيس اللجنة الاولمبية المصرية القادم. ام. لان في الاخر بدأ الامتش بتاع مصر. اكيد. وعايدين فلوس انجلس نعمل انجاز لمصر ان شاء الله. يا رب ما تكونش زي المشاركة اللي خلصوا دي بازن الله. لا لا انا بؤكد لك ان فلوس انجلس مصر هتبقى افضل بكتير. يا رب يا رب. انا بشكر عليك شكرا جزيلا. ان شاء الله. بحيط جدا عن صراحتك وضوحك. وبصراحة انا استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك. وتشرفت بي كمان. الله شكرا. وبشكر عليك شكرا جزيلا. ان شرفتنا. شكرا. كان اه دفنا العزيز طبعا النهاردة. المهندس شريف العريان. الامين العام للاجنة الاولمبية المصرية. وايضا رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث. اه. في حلقة كانت مهمة جدا جدا من بلاست تسعين النهاردة. بكرة بازن الله تعالى حلقة جديدة من نفس البرنامج. اشوفكم على الف خير. تصبع على الف خير. الى اللقاء.